ابناء وبناتي طلبة وطلبات الصف السادس ابتدائي اهلا ومرحبا بكم في حلقة حلقة ايه? النهاردة مراجعة ليلة الامتحان يعني كل اولادنا بيتابع وعارف ان اللي هقوله النهاردة هيلقيه بكرة هيلقيه بعده على حسب المحافظات وعلى حسب الادارات اللي بيمتحم فيها هو ده الامتحان وهي دي مراجعة ليلة الامتحان ليلة الامتحان يعني مدرسة على الهوى يعني قناة مصر التعليمية عشان كده لما هبدأ اقولك كده هقولك عندينا احنا لما تبص كده وتقول من غير اي كلام بينا نقولها سوا وهنقول بقى كلام كتير اوي كده مراجعة ليلة الامتحان واختبار نصف العام في مدرسة على الهوى عشان كده انا هبدأ بس اقول لكم يعني ايه موضوع تعبير واقول لكم كلمات كده عنه كتابتنا وبعدين نقولها في الامتحان اللي انا جايبه النهار كلمة موضوع تعبير ده بداية واحنا اتفقنا قبل كده الحصالة عندي حصلت الدرجات هي موضوع التعبير عشان كده لما هبدأ بيه هقول موضوع التعبير ده جاي لعشان اكتب فيه واقول اللي انا عاوزه اول حاجة هنشوفها هتقبى برقية هتكتب ايه برقية البرقية دي المتوقع عن تأتي البرقية هي برقية تهنئة يعني ايه تهنئة انا بقول دلوقتي احنا داخلين على امتحان ايه نصف العام يبقى البرقية هتيجي ايه برقية تهنئة باكتياز بالتفوق في اختبار نصف العام تكتب برقيتك ازاي ادي السطر اللي عندي هوت مربعي ومستطيل اللي انا هشتغل على اساسه بدأت ابعت بقول ايه بقى لما هبعت للناس لما هبعت لزميني واقوله هقوله ايه هقوله هم التهنئة بقى هتقول ايه ايه اهنئك شوف كلمة التهنئة او مبارك وكلمة مبارك يعني المباركة على النجاح عارفين الكلمة دي هي دي بس كده هي دي التهنئة ما زودش تاني ما تزودش تقول اهنئك بقى تقول زمانت عاوز تقول عاوز تكتب تلات كلمات كمان لكن لو قلت كده كفاية قوي هي كفاية عشان كده بنقول هي ايه برقية برقية التهنئة او اللي انت هتكتب فيه الموضوع الاساسي اللي ساعتين انتوا بتختلفوا فيه بقى هو الموضوع الابداعي يعني ايه موضوع ابداعي اللي انا هكتب فيه كتير هكتب فيه موضوعات هقول فيه كلام تاني خالص لما هكتب موضوعات يبقى قولك ايه اللي انا هكتب فيه بقى الاساس اللي انا هكتب فيه يقول لي كده الموضوع ده على فكرة كل سنة يتكرر مع اختلاف رأس الموضوع وانا جايبه كمان في الامتحان لما اقول مصر بص معايا مصر ودايما نركز اوي ان احنا معنا الوطنيات في تعبير وطنيات في نصوص الوطنيات حتى في كل حاجة ركز اوي ان احنا محتاجين اوي حتى في الامتحان والوطنيات مصر امانة واقول كده تاني فيه اعناقنا اعناقنا يعني اعناق ورقاب كل المصريين ده موضوع اكتب فيه هذا الموضوع هيجي واحد منظم انا بتكلم على المنظم بقى اللي هو الطالب اللي انا بحبه يقول لي مدام كتبت انت عنوان اكتب انا عناصر تقول عناصر يعني ايه اقولك واحد اتنين تلاتة عناصرنا اللي موجودة واللي قدامي اللي هتبقى خد بالك انا بتكلم عن مين مصر يقب اجيب اغاني اجيب كلمات اتقالت عنها اجيب كل الكلام بس في البداية ابدأ بكلمة ايه مصر امانة يقب انا لما اجي اكتب كده العناصر اللي موجودة معايا انا معاك واحدة واحد عشان لما يخش في الامتحان تيب انت دخلت صح يقب واحد مصر في قلوب المصري ده اول عنصر واكتب فيه زمان عاوز اكتب مصر البلد الام في قلوب ايه المصرية الاول مصر الام الحنون يبقى انا بكتب على الام اللي بتحنوا على اولادها اللي بنعيش كلنا في جلبابها اللي بنعيش كلنا ونأكل من ايه من خيراتها كل ده انا بتكلمه كل موضوع من ده او كل عنصر من ده بكتب فيه اسطر طيب واجب كل مصري نحوها نحو مين نحو هذه البلد نحو مصر واجبنا ان نحميها ان نفديها ان نضحي بارواحنا شوف بقى تقول ده كل كلام هتقوله هتكتبه بقى كتابة يبقى انت كتبت الكلام اللي موجود يبقى واجبنا نحوها طيب في الاخر بقى لو انا حبيت ازود كمان عنصرين اقول ايه انا قلت الواجب ايوة الحماية طيب لما اجا اتكلم بقى علنا كطالب علم يجب علي ايه يقبص كده كل طالب علم يبقى الواجب على كل طالب علم ما انت في عندي جندي بيدافع ويموت عشانك انت تعيش في عامل في المصنع بيعرق وينتحر عشان انت تعيش يبنى في الاول والاخر الاب اللي هو الجندي ده او العامل اللي هو في المصنع او كل موجود او كل واحد في البلد هو كهدف انت اللي هو مين النبتة الصغيرة اللي هو انت اللي هتطلع بعد كده انا اعمل ايه بقى مذاكرة تفوق حتى تضع مصر في مقدمة دول العالم في المكانة التي تستحقها هذه البلد كل ده كلام كبير او بنقوله شعرات بس بتقوله من قلبك وانت بتكتبه كتبت الموضوع يبقى انت كده عملت ايه النهاية في التعبير وما فيش حاجة اسمها مفيش نهاية في التعبير ولابنا بقى لما سمعت من واحد كده بيكلمني بيقول لي ايه بقى هو الموضوع التعبير ده في حد ممكن ياخد فيه النهاية ايه والله في حد ممكن ياخد فيه النهاية وكلنا بندي النهايات لانك في الاصل ايه محتاج لده خد بالك بقى اقول الموضوعين كده برضو كمان من ضمن الموضوعات احنا داخلين على اجازة نصف الايه العام بسرعة كده اجازة نصف العام يعني انا ممكن لو اجيب لك لو خرجت عن الوطنيات شوية اقول لك ايه في اجازة نصف العام انت ذهبت الى قريتك الاستمتاع بجو الريف النقي وقمت بزيارة ايه اقارب اكتب في هذا الموضوع برضو ممكن تحولها لايه تاني انت هتتكلم عن الموضوع ده تحول الكلمات دي الاول لعناصر العناصر لو انا جبتها واحدة وحدة كده واحد انا هعمل ايه زيارة الريف والاقارب واصلة الارحام كل ده انت هتعمله فين فكل ده الاستمتاع بجمال الحقول ولون الخضرة طيب مظاهر التطور والرقية في الريف كلمات صغيرة وبسيطة بس في كتابتها انت محتاج انت انت بقى كطالب محتاج من نحن ان احنا نعمل الكلام ده ونقول الكلام ده ليك وليه نحن ان انت كده تعبيرنا يعني انا انا ما اسهبتش فيه كتير بس انا ممكن اقول كده ان انا ممكن اعمله حلقة لوحده لكن انا مش عاوز دي انا عاوز بقى انت التعبير خلاص قتلناه زي ما بيقوله بحسن لكن اللي جاي هو الافضل انا هقول بقى بعد كده لما اجي اكتب بقى موضوع واقول امتحان كامل انا قلت مقدمة كده في الامتحان عاوز امتحان على بعضه بقى يعني امتحان على بعضه يعني اقول الكمبيوتر كده هاتلي عن الامتحان اللي انت جايبه لنا عن الصف السادس تبتدقي ادي الامتحان وقولك بقى تعال نقوله مع بعض لان مش هيبقى امتحان واحد قول معايا كده ايه اللي ممكن يتم بص معايا كده اولا التعبير بص بقى هي اللي انا بقوله هو اكتب برقية الى زميل لك لانا لسا جايبها لك تهنئه فيها على تفوقه في امتحان نصف العام برقية تهنئه على ايه نصف العام هتعمل البرقية زي ما انا قلت والمرسل اليه اللي انت هتكتب اليه البرقية هو صديقي وما تكتبش اسماء لا هنا ولا هنا كل الحاجة المربعة اللي انت هتكتبه وبعدك هتشتغل فيك كلمتين اللي احنا قلها وهنئك مبارك على هي دي الكلمتين شو خط الدرجة ايوة خط الدرجة طيب بص للموضوع التعبير اللي جاي غير مصر امانة في اعناقنا اللي هنلاقيها بكرا ان شاء الله مصر امانة في اعناقنا مصر يجب ان تضحي من الهة مصر 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 لان الموضوع اللي ماشي دلوقتي ليه نحن هو كلمة مصر فكله وطني طيب لو خلفنا لان انت عندك بيه ايه اكتب في احد الموضوعين يعني موضوع تاني لو خلفنا الموضوع التاني بكلام مثلا عن العلم لما اقول كده بالعلم والعمل طرق الامم وتعلو راياتها واسم الانسان بخلقية وعلم برضو لما اجا اكتب انا هتغربها معاكو كده وانا على الهوى معاكو لما اقولي العناصر العناصر ايه في موضوع زي العلم ده واحد العلم من هنا بص كده اساس الرقي يبقى انا بتكلم على ان العلم هو اساس الايه الرقي بالعلم تسمو الامم العلو والسمو بالعلم العلم سر التقدم كل ده انت عملت تكلم على العلم من كل سطر من دول انت ممكن تكتب فيهم عشرين سطر عشان كده تصل لايه للحل النهائي في الانفحان انا التعبير بصراحة قلت فيه كتير ادخل بقى في موضوع تاني بنتوه فيه كلنا يعني انا عندي حاجتين اتنين عاوز اجيبها الاول الاول القراءة المتحررة غير قصة علي مبارك خالص انا مش عاوزها دلوقت لقيم انتو عارفينها عارفينها بص للقراءة المتحررة كده يعني ايه اولا قراءة متحررة يعني انا دلوقت وانا ماشي في الشارع لقيت ورقة جورنال قريتها وابدأ استخرج اللي فيها واشوف انا ممكن اتكلم عن ايه ادباء مصر علماء مصر مش مصر بقى العالم كله التفوق سره انك ما تضيعش فرصة انك ممكن تزود عندك معلومة ولادنا كلهم بيقعدوا على النت يتصفح صفحات على النت بقى لاش ورقة الصفحات اللي بتصفحها ده اللي بيقرأها لما يلاقي فيه كلام قراءة كتير يعدي انا عاوز صور يعني انا شفت طفل مرة انا محب الصور صوره بس نفيش حاسمها صور في حاجة اسمها غزاء العقل غزاء العقل هو ده القراءة المتحررة وده اللي استجدت على الامتحانات على فكرة ما كانش ده موجود عندنا في الصفحة السادس خالص يعني ايه قراءة متحررة ما انا عندي موضوعات القراءة لكن دي قراءة في اي موضوع واسأل نفسي اسئلة فيها انا هجرب لك دلوقتي الاسئلة اللي انا جايبها واقولك لما عاوز استخرج كمان اسئلة غيرها ممكن اعمل ايه تعال نقرأ بقى قراءة متحررة مع بعض يعني موضوع كده مش موجود عندي وازاي اشغاله عندي واشغال دماغي فيه تعالوا نشوف نقول ايه بقى طبعا متحررة المحتوى يعني محتوى مش مطالب بي مش بتاعي مش في الامتحان كل شيء في حياتنا اذا استعملناه استعمالا صحيحا كان مفيدا واذا اخطأنا في استعماله كان ضارا وطعامنا الذي ايه نأكله هو ايضا يمكن ان يكون نافعا حتى الطعام يمكن ان يكون نافعا ويمكن ان يكون ضرا ضرا امتى اذا اقتصر الانسان على نوعا واحد منه ولم ينوع اطعمته خد بالك ركز يبنى لما نوع في الاطعمة ده مفيد لما منوعش ووحد بس الاكل ووحد الطعام ده ضار ولم ينوع اطعمته فيحرم الجسم مما يحتاج اليه في تقوية وسلامته او اصرف فيه او جمع بين وبتين خد بالك من الضر بقى ايه الضرر لو اصرفت في وجبة واحدة او في طعام واحد او في نوع واحد او جمعت ما بين وجبتين يعني انت بتتكلم على الغداء وقلت الغداء وعاش عارف اللي هو بيأكل يقولك ايه انا هاكله بس عشان عد وجبات واجمع ما بينهم بكميتهم الكمية نفسها في وقت قصير او اكل طعام متعجلا طبعا كل ده مفيش مضغ مفيش اي شيء وكل اللي بيغري الطعام في دسمته في لزازته في كل الحاجات دي فيحصل الضرر في اكل الطعام ده موضوع لا عندي ولا شفته وانا هحوله معاكم دلوقتي لحاجات كتير قوي انا هحوله النحو وهحوله ازاي لقراءة وهحوله ازاي لكل شيء انا ممكن اشتغل عليه انا لو سألت اسئلة دلوقتي في اللي موجود اولا يقول لك اذا اخطأنا كلمة اخطأنا لو قلت عكسها يعني ايه عكس اخطأنا ايه يقول لي اخطأنا عكسها بص كده لو انا قلت بقى الحاجة اللي فيها اللي انا عاوز اتكلم واحدة واحدة اولا معنى اقتصر خلينا في الاول معنى اقتصر يعني ايه اه اقتصر على طعام واحد ايه ايوه صح اكتفى بطعام واحد هو ده بس اللي انا اقتصرت عليه طيب التانية بيقول ايه بقى مضاد اخطأنا ابعدنا اصابنا اخطأ الشاي اي اصابه يعني ايه اصابنا ده اللي موجود عندي طيب بص للجاية كده كسؤال بقى مقالي خالص في ضوء فاهمك للفقرة السابقة اجيب عن السؤال التالي ما ضرر عدم تنويع الطعام احنا لسه قيلنا قال ايه الضرر اللي هو اللي بيتكلم عنه الضرر شوف بقى كده يحرم الجسم مما يحتاج اليه من عناصر تساعده وتفيده شو ده اللي هسألينه من القطع اللي موجودة قدامي تبقى انا لو رجعت للقطع تاني كده هرجعلك لها كده بسرعة واقولك بقى تعالى لو انت اللي هتتسئل واقولك كل شيء في حياتنا اذا استعملناه استعمالا واحطي لها خطة هتستعمالا واقولك اعرف شوف انا سامع ازاي على فكرة انا عاوز احول كل حاجة موجودة عندي لكل شيء انا عندي قلنا ايه في حاجة اسمها ايه اه مفعول مطلق طيب لو استعملناه استعمل الانسان استعمل الانسان الشيء استعمالا يا مفعول مطلق طيب المفعول مطلق لو جي بعده كلمة لو الكلمة دي شوف بقى كده بنفس الحالة تاخد اعرابها زي كلمة صحيحا طيب ايه يعرب نعت بقى انا عندي صح طيب لو قلت كده شوف بقى واذا اخطأنا في استعمالي كان ضارا بص لها كده انا اشور لك عليها بالموس كده وانت تقول كان ايه هنا قال ايه ضارا طيب واحد يقول لي كان لما جي عرب كان كان فعل ايوه فعل ناسخ بيعمل ايه بيرفع المبتدأ ويسمى اسم كان وينصب الخبر ويسمى خبر طيب هنا ضارا يبقى منصوب ولا مرفوع ايوه منصوب طيب استنى بقى كده عاوز بقى كده لقيت حد من ولادنا بيقول لي ما اتفسرها عندي هنا بقى تكان لما تكان بص كده كان وراح اعمل لي كلمة ايه ضارا رح ولد شاطر كده زي الولد محمد اللي انا سمعه بيقول لي ايه بقى بيقول لي ضارا ايه ده ده بقت هنا منصوبة برغم انها هي الكلمة التانية اللي بعد كان اقول له ايوه بانتا كده وانت بتفكر قلت ايه كان ايه هنا كان ايه كان الطعام كان الاستخدام كان شيء موجود بس اختفى مش موجود لو انا قلت كان الطعام بص اللي مختفي من هنا صح كده الطعام اللي هي مش موجودة المحزوفة يقبى هنا ضارا تتعارب ايه ايوه ابرفو علي يقبى ضارا هنا هو خبر ايه خبر كان منصوب بالنسبة لي برضو استنتاج بما انه جاي منصوب ولو اني هعرفها حتى لو مجابوش متشكل لان انا عندي الاعراب وانا عندي شغال على ده شغال على ده صح طيب خد بالك برضو من يكون تاني هو قال كان ضارا طب يكون ضارا اللي انا شفتها برضا هو ارهالكم الماوس دي شفت كده هيا هيا انا عندي بتكلم عن حاجة اختفت الاسم بتاع كان او يكون دلوقتي مش موجود الواو هنا واو الجماعة بتقول لانا هنا كان في حاجة في شغل هنا اقول له ضررا برضو اسم ايه اسم يكون اسم يكون ماله برضو اسمه ولا خبر مرابع عليكم يبقى خبر يكون منصوب وعلامة نصبه اللي ايه الفتحة طبعا ده انا كله عمل اقول لكم على حاجات ان انا ممكن من قطعة اجيب نحو انا عشان بس اعجل عشان بسرعة من قطعة اجيب نحو من قطعة اجيب قراءة من قطعة ازاي اسأل سؤال كل دي حاجات انا بجيبها واقول ايه اللي فيها لو جيتها ادخل بقى على قصة علي مبارك علي مبارك انا بقول ما بقيتش عندنا قطعة كان الاول كده قطعة وبعدين نسأل اسئلة على القطعة لان لما بشوف القطعة بحدد الفصل اللي موجود عندي كلام كبير كده طب انا عاوز اقول لو دخلت مباشر كده على سؤال بما عرفت شو بقى كده عرفت اسرة مبارك بايه بما عرفت اسرة مبارك سؤال ولماذا وقولك بما عرفت واسألك عشرين سؤال على القصة دي وعلى الفصل الاول بتاعنا تاني قصة علي مبارك عرفت اسرة علي مبارك او عائلة علي مبارك بعائلة الايه المشايخ ليه لان فيها المشايخ والعلماء والقضاء والائمة والخطباء ومن يعقدون لهم عقودة زواج اللي هو بنسميه مأزون كل دول كانوا في عائلة مين عائلة الشيخ مبارك او عائلة مبارك اللي هي بقى تسمها عائلة الايه المشايخ يجي لي سؤال تاني لما سميت عائلة الشيخ مبارك سميت عائلة المشايخ لماذا ليه اللي احنا قلناه ده كله طيب سؤال برضو تالت ورابع وخامس لماذا هربت او هربت عائلة الشيخ مبارك من مقرها الاصلي هربت ليه سابت المكان ليه احنا فيه ناس تقول انها عملت خوفا من الضرب والجلد والمزلة تمام واحد تاني يقول هربا من سداد الضرائب لان فيه سداد ضرائب باهزة كلها صحيحة كل الاجابات انا بتكلم عنها دي صح انا بتكلم على جزئية تحدد الاول في علي مبارك تحديدا هتجي لي اسئلة السؤال عندما يأتي يبا انت بتحدد الفصل اللي انا شغل فيه انا عندي الاربع فصول الاولى واحد اتنين تلات اربعة هي في انهي الجزئية الجزئية اللي انا بشتغل عليها ببدأ بناء علي اجاوب عليها وانا مش عاوز اعمل بقى لانا اعمل لكم مراجعات قصة والحاجات دي كلها غدا ان شاء الله كمان هيبع عندي مراجعة كاملة للي انا بقول تعالى بقى لما اقول انا عندي هنا القراءة شفت علي مبارك شفت قراءة متحررة اشوف موضوع هسأل سؤال وهسيب وانا اجاب على جزئية واحدة بس اللي هي ايه مفاتيح النجاح انا عندي مفتاح النجاح اللي هو ايه يعني المفتاح اللي انت بيه ممكن تتفوق انا دخلت هنا مباشر على المفتاح السادس المفتاح السادس كان اسمه ايه الاصرار خد بالك من الاسئلة اللي انا اسألها في الاصرار دي فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائب وانما يمضي قدما في تنفيذ واثقا بقدرتي على الوصول السادس اللي هو اسمه ايه اللي هو الاصرار طيب لو سألتك سؤال هنا كلمة الصائب اللي هي عندي ايه كلمة الصائب دي اللي هي اتخاذ القرار الصائب اقولك الاول لما اجي حلل الكلمة تعال بص كده اعمل لي خريطة للكلمة اللي موجودة معايا اكتب الخريطة دي هتجي لك في الامتحان حاجة زي كده ايوة وبنفس اللي انا عمله ده عملتها في دايرة عملتها في مربع عملت التفصيل اللي انا بقولها ده عشان تعملها كشكل خريطة تقول لي ده مضب تقول لي ده معنى تقول لي ده معنى الكلمة موجود تدخل هالي في جملة تقول لي دي اسم ولا فعل نوع كل ده اسم ايه خريطة خريطة لالكلمة هو اللي انت بتعملها بالشكل اللي انا بعمله ومع اختلاف الشكل لو انت حاولت تتنوع لو كنت رسام كده وعملت شكل ازرف من كده بس ده الشكل اللي موجود طيب واحد انت مطلوب ايه قال لي نوعها نوع الكلمة دي ايه اسم يبانى عندي كلمة الصائب ده ايه عم اسم صح اسم صح كده يبانى كده الكلمة الاولى انه ايه اسم طيب تاني بعد المعنى بص كده او المضاد مضاد صائب ايه اه صائب يعني مخطئ يعني خاطئ كلها كلمات اللي هو ايه ما اصبش الهدف طيب معناها اللي هو الايه الصحيح طيب لو دخلت ده كله بقى اللي هي المقصود بها دخلها في ايه في جملة اللي هي كلمة الصائب تم الجملة كانت عندي في الاول وانا شغال في القطعة اولي بقى الناجح صاحب قرار صائب يصيب دائما في قراره هو ده اللي انا بقوله حللت الكلمة سألت اسئلة كتير على مفتاح النجاح جبت نوع الكلمة كل ده اسمها خريطة كلمة حاجة بسيطة اوي بس ولادنا لما كانوا بيسمعها يقولك يانها ربياض خريطة كلمة هانا ما قد نعيش لا ما تعيشش تعال بقى اقولك السؤال اللي بعدها اللي ممكن ليه ما لا تقف طموحات الناجح عند حد ليه ما بتتوقفش طموحات الناجح عند حد معين ليه اقولك كده نحنا لسه ايلين لانه ايه بيصق بقدرته على الايه على الوصول للهدف يعني انسان ايه انسان ناجح لا يقف طموحه عند حد لانه لا سقف لطموحه كل ده كلمات اقولها وكأنها قراءة متحررة عشان كده في بعض الاسئلة انت لما تدوبها كمان من دماغك بتبقى صح مش خطأ طيب من موضوع زكاء صبي خد بالك انا عملا لم ايه بقينا مفتاح نجاح دقينا زكاء صبي في موضوعات القراءة خصوصا القراءة زكاء صبي دي من الموضوعات المهملة مهملة ايو الله بقى لقي في ناس لك اصلا مش مش هتيجي لأ ده في عندي حاجات تانية كتير قوي وفيك لا 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 ده زكاء صبي دي من اهم الموضوعات اللي عندك تعال اما شوف كده طبعا كده خلافة عمر ابن عبدالعزيز اتت الي الخلافة تولى اصبح خليفة او امير للمؤمنين اتته الوفود فاذا فيهم وفد الحجاز فنظر عمر الى غلام صغير السن وقد اراد ان يتكل وهنا هفكرك بالقصة انا دلوقت الوفود جاية تحيي مين عمر ابن عبدالعزيز يا عمر احنا هنحييه الوفود فيها ما فيها من ايه من قامات ومن كبار السن ولكن هناك صبي صغير هل يحسب المر بصغر سن هو ده العلام بقى اللي هيعلمه هذا الصبي لعمر ابن عبدالعزيز لما يجي لما يجي الطفل يريد الكلام او الصبي خلينا نقولش طفل الصبي يريد الكلام اولا يقبى فيه استئزان لان عندنا حاجة اسمها اداب الحوار انا لما اطلب الكلام حتى وانت في هذه المرحلة وانت موجود مع عقامات ممكن يكونوا تعدوا السن كمان ويقبى سن كبير ولكن اذا اردت الحديث عليك بالايه بالاستئزان تستسمح وبعدين تتكلم حقك لكن عمر ابن عبدالعزيز عمل حاجة ولاموا عليها الصبي اللي هو ايه زاجره لا 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 عارف اللي هو استغطر انت عايل صغير ايه ايه هتقول ايه انت في حضرة الكبار شوف بقى ايه الصغار هيقوله ايه في حضرة الكبار اللي هم الناس اللي بتفهم وهنا كان الرد الطبيعي اللي احنا سمعناه و احنا عارفينه في القصة انا بقول انا جايب جزء بس منها لان لما هتيجي جزء معناها انك حافظ الكل يعني انت عارف كل اللي كان موجود عندي في قصة زكاء ايه صبي تعال كده عندما اراد ان يتكلم انا عندي دلوقتي الاول لما اجا اسأل رقم واحد مرادف اتته اتته يعني ايه جاءته جات جات الايه الوفود اتت الايه الوفود طيب بعد كده مضاب يتكلم عكس يتكلم اللي هو ايه يهمس يسكت يناجي يسكت عكس يتكلم الصمت خلاص انت ايه حصر حالة من حالات الصمت انا لو رجعتلك بقى للقصة وقلتلك كده ماذا بص لها كده لماذا اتت الوفود الى عمر بن عبازيز اصلا ليه ليه جاء لي واحد انا هقول اجابة اللي انا جايبها هنا واحد هيقول لي لتهنئته بتولية الخلافة واحد صح يبقى انا كده الوفود جاء تعمل ايه تهنئة لتوليه واحد هيقول لي مبايعت عمر بن عبازيز على الخلافة صح انا بقول دلوقتي انت الوفود لما كانت بتأتي وده عادة الخلافاء فاليبايع اللي يجي يقول له ايه بقى بايعناك يعني زي تولية الرئاسة كده احنا قلنا نعم جايين نقول لك نعم احنا معاك يبقى واحد يقول اهنئه صح واحد يقول يبايعه صح في النهاية الوفد جاي عشان يقول ايه يبارك هذه الخلافة على عمر بن عبد العزيز صح كده يبقى الكلام صح واي اجابة منهم صحيحة طيب ما موقف الخليفة عمر من الغلام حينما اراد ان يتكلم كان له موقف احنا قلنا ايه انا مش هازغر الكلمة دي اللي انت تشوفها دي زجر الخليفة الغلام زجر يعني ايه اه يعني كشر في وجهه يعني اغضابه يعني قال له اسمط يعني قال له ما تتكلمش بكل شيء هي كلمة الزجر الزجر ده يعني ايه اللي هو حاجة بقولك ايه سك سكة الكلام خلص وهنا طبعا لما تكلم مع سيدنا عمر الغلام اظهر اليه الحقيقة وعمر نفسه تأسف عارف اللي هو ايه يحس بالخطأ عشان كده قال لا ودايما الخطأ لما بييجي لو في اية من الكرآن اللي هي عبسة وتولى عبسة وتولى هو عبدالله ابن مكتوم كان من ضمن الناس اللي هم فيه كفيف ما بيشوفش فدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم خد بالك من دي لما يجي يعاتب فيها الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما كون دلوقتي الرسول كان يجلس جلسة لا يراها مين كفيف لا يرا الرسول من عدته ايه بقى الاحترام والادب لكل الناس ولكن هذا كفيف لن يرى جلستي حتى لو اجلس مثلا ان رجلي مثلا في وجهه ولكن ربنا سبحانه وتعالى عاتب سيدنا محمد عشان كده كان دايما حتى سيدنا محمد عندما يأتي اليه عبدالله ابن مكتوم يقول له ايه بقى ايوه مرحبا بمن عاتبني في ربي يعني انت انت عاتبني فيها كربنا لما قال لي ايه بقى عبسة وتولى اللي هي حتة ايه انت اقول ايه لا اعمى دا اللي هو مين عبدالله ابن مكتوم فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يعتدل فيه جلساته خلاص اقول يا عبدالله انت مش شايح حاجة لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم برضو تعلم ومين بقى كده جل من لا يخطئ يبقى الرسول اخطأ في حق كمين في حق هذا الكفيف برضو عمر ابن عب عزيز اخطأ في حق ايه اخطأ في حق الغلام يا غلام لا استنى استنى انت غلط يا عمر ايوه انا غلط وانا اعترفت بغلطي المرء مش بالصغر والكبر انا عندي فيه حاجة اسمها ايه ايوه فيه مخ فيه لسان فيه عقل فيه قلب زاكر فيه كل شيء ممكن يكون اتى الحكمة لهذا الايه لهذا الغلام الصغير طبعا دي كلها انا بقول قصص بس انت اللي ما بتسمعها بتسمعاش قصة انا اكتبها باختصار زي ما انا موريك كده اعرف القصة على بعضها بس في الامتحان اختصار اللي عمله عمر زجر الطفل او زجر الغلام بس خلصت لا تحكي ولا تفسر معنى اقول معنى مضاد ده اقول مضاد بس تمام تمام تعالوا ما شوف بقى اللي جاي مص بقى للكلام ده من نص نصائح اب اقرأ ثم اجب نصائح اب من الموضوعات انا اقول عندي اتنين تاني 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 عندي حكتين اتنين ونصين هيجي منهم واحد لا محالة امتحان بكرة جاي من النصين دول وانا جاي بالنصين في امتحانين مختلفين دلوقتي احنا هنشوفهم لا محالة جاي يجي جزء من اللي موجود جزء جزء سواء بقى الايات انا هكون حافظها كاملة بمعانيها بمواطن جمالها بشرحها كل ده انا حافظه جالي اي جزء فيهم انا معاه عشان كده نصائح ايه اب نشوفها كده قال تعالى قال سقاوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين الكلام كله على ابن سيدنا نوح هذا الابن العاق هذا الابن العاصي هذا الابن الذي قال له الله سبحانه وتعالى قال له ايه بقى هذا عمل غير صالح ده ابني لا ملكش دعوة كلمة ابني والكلام دي ده حاجات بشر لكن انا شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى انا بيتكلم يبقى هو ده هو ده الكلام هذا عمل غير صالح تكلمش ولا تشفع لي لانه هو هو كده تركبته انه لازم يبعاق لازم يفاسد لازم يبقى ايه عاصي لامر الله سبحانه وتعالى اولا ثم يحصي امر ايه ابن تعال اما شوف كده لو جيت اقول ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي واحد مراضف عاصم ارجحها كده لا عاصم لا عاصم يعني ايه حافظ عادل ساتر ها شوف مفيش حافظ اليوم لا عاصم النهاردة مفيش حد هيحميك واحد يقولي لا حاوز ترجعولي دي معلش لما يجي لاختيارات اختار من الاختيارات مجيبش من دماغي انت ممكن اللي في دماغك يكون هو المعنى الاصح يعني ده الصحيح وانت الاصح كمان ولكن ايه اللي مطلوب عندك هنا واحدة من التلاتة دول يبقى اختار من التلاتة دول يعني واحد يقول لي هي كلمة عاصم دي مش معناها حامي مش معناها كلمة يعاصم دي يعني ايه يحمي صح كده اقول لك ماشي صح بس وجالك هنا ايه بمعنى حافظ يبقى كلمة حافظ هي المقصودة يبقى المقصود هنا هو الكلمة التي بين الاقواس يبقى هي دي اللي اختارها مختارش من دماغي بحذركم من ده هو ده اللي بيوقع اولاد مدرسة على الهواء من المتفوقين تمام في بعض الاحيان تطير منهم الدرجات عدم ادراك بالاسئلة تعال تاني مضاد المغرقين هنا بقى عاوز اقولها ركز فيها كده المغرقين هو قال معناها واللي قال مضادها قال مضادها يبقى الكلمة موجودة وقدامي وانا شايف فاللي هي الايه ايواء الناجين يبقى المغرق اللي هو غرق اللي هو ضاع اللي هو هلك يبقى هي الايه الناجي هي العكس او الناجينة هي الايه العكس طيب بالنص كن قوي بساني قبل النص كن قوي خليك معايا كده اجيب لك هنا شوية عاوز اقول حاج في الحفظ في الحفظ تحديدا هتبصرها كده وتشوف لان انا جيب بعض اسئلة هتشوفها بعدين قال سأول الى جبل يعصيمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحالة بينهم الموج فكان من المغرقين اسأل سؤال للتكملة انك هتبقى حافظ ايه هتجيلك حفظ هتجيلك تكملة صح لازم تجيلك لكن لو جيت اقول بقى كده سقوي الى جبل الى جبل يعصمني من الماء لو قلت قال لا عاصم وسألتك سؤال قلت لك ايه ماذا ماذا افاد لا هنا في الكلمة ولما قول ربنا سبحانه وتعالى يقول لا عاصم ايه انه ايه ده انتهاء ده خلصت ده لا قرار بعد قرار الله سبحانه وتعالى الكلمة هنا اصابة الى حدث معين يأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح امشي خلاص النهاردة مفيش يبه هنا قرار مين قرار الله سبحانه وتعالى امر الله لما قول كلمة امر الله هو كلمة امر الاول الامر يأتي من الاعلى للادنى من الكبير للصغير طب امر ربنا هنا كان ايه ان يغرق مين او يهلك مين العاصي اللي ما اطاعش لازم يغرق يابي ربنا سبحانه وتعالى اصدر الاوامر ومع صدور اوامر الله سبحانه وتعالى مفيش خلاص انتهى لاعاصم اليوم لايه من امر الله سبحانه وتعالى طبعا تعالى بقى اقول ايه اللي عندي النص اللي انا بقول مش متوقع ده نصاح اب موجودة وانا هعمل حاجة في الحلقة التانية ان انا هقول هقول النصوص اللي انا عدتها دي هجيبها مراجعة ليها هي للنص يعني انا قلت الامتحان هيجي فيه ايه وبعدين اقول لك والله الامتحان جيه فيه نصاح اب وجالي كمان كن قويا واقول لهم لك ايه اللي ممكن يجي فيهم في الامتحان كلهم غير الجزء اللي انا قلته ده طيب كن قويا برضو هيجيلي جزء ابدأ اتكلم على الجزء اللي عندي مصر ترجو منكم جيلا فتية سالم البنية مقداما قوية لا ضعيفا خائر العزمعية كتب الزل على المستضعفين قال لي الكلام وقال لي النص وقال لي الابيات تزود بقى الابيات لانك تكون حفظها ماشي هات ما يأتي رقم واحد ايه مضاد الزل ثم اضحه في جملة مفيدة تاني مضاد هتجيب المضاد وليس المعنى وتضحه في جملة مفيدة البعض بيجيب المضاد ويسكت ويقف على كده وقول خلاص اقول له في جملة يعني انت خدت نص الدرجة نص الدرجة الضيحة التانية ليه حتى لو جملة هاجيبها من هنا يعني هاجيبها من الكلام اللي موجود تعالوا ما شوف لما جات كده كلمة الزل معنها الايه شوف كده العكس العزة طيب العزة سيمة المصرية العزة طبع من طباع المصرية دي جملتي خلاص ما عنديش مشكلة العزة والكرامة وانا قلت يعني ايه عزة وكرامة تعالوا ما شوف اللي بعدها معنى ترجو وبعد ترجو ضع كلمة في جملة ايه مفيدة الاول ترجو يعني ايه تطلب طيب لما تحط كلمة ترجو في جملة مفيدة او المعنى بقى تطلب مصر من ابنائها ان يكونوا اقوياء وهنا بص كده لما شيل دي كده الاول انا قلت ترجو معنى ترجو ده فعلي صح كده ضعه في جملة مفيدة هو اصده مين اللي هو ايه برافو عليكم المعنى لان البعض من اولادنا تاني بعد ما تجيب المعنى ترجع لكلمتك الاصلية وهي اللي تحطها في جملة طبعا هو ما كانش هيقولك هو بيقولك هات معنى هات مضاد المضاد ده او المعنى او لك ضعه في جملة مفيدة ما يقصدش الكلمة الاصلية يقصد المعنى او المضاد برضو دي من ضمن الحاجات اللي يخطأ فيها ابنائنا ان انا اجي في كلمة اقول ترجو وبعدين بقى كده مصر ترجو من ابنائها ان يكونوا اقوياء ليه قلت ترجو تاني تما انا قلت لك معنى ترجو قلت تطلب ما تخليني تطلب عشان يقبأ انت صح توهان وفي بعض احيان يعني انا مثلا كمصح ساعة التامس والعزر ولكن لا عزر بقى انا قلت لك ووضحتها لك اوه قال لك معنى يبقى هو المعنى اللي مطلوب يدخل في الجملة قال لك مضاد يبقى المضاد اللي مطلوب يدخل في الجملة عشان كده لما جيت اقول لها قلت ايه بقى تاني هيت قلت تطلب مصر من ابنائها ان يكونوا ايه اقوياء طيب ترجو مصر من شباب شبابها ماذا ترجو مصر من شباب العلم يا شباب العلم في الوادي الامين اشرق الصبح فهزوا النائمين مصر ترجو منكم جيلا فتية سالم البنية مقداما شب الصبح القوي خد بالك انا بقول ايه بقى ترجو مصر من شباب العلم ان يكونوا ايه تاني اقوياء اصحاء شجعان كل ده كلمات موجودة في النص ومعاني موجودة في النص انت اللي هتقولها وتكتبها بالمعنى يبقى مصر ترجو منكم ايه هي الجيل الفتية القوي الشجاع هو ازا احنا عاوزينه طيب بعد كده في قول مصر ترجو جمال وانا مواطن الجمال اللي انا مأكد عليها ان لازم تكون عندك انت مواطن الجمال الشرحة انت بتقول مواطن الجمال برضو انت اللي بتستنتجه مصر مصر ترجو هو مين اللي بتكلم دلوقتي انا لما بكلمك دلوقتي بقولك بني عشان خطري زاكر انا انسان بتكلم لي لسان فعشان كده قلت لك ايه زاكر حلو طيب لو قلت لك انا كده مصر الام ترجو من الابناء ان يكتهدوا ان يكونوا شجعان ان يكونوا الجمال في مصر ترجو يعني ايه مصر عما تقولك عشان خطري شبه مصر بايه بقى دلوقتي واحد يقولي شبه مصر بالام الحنون التي تحنوا على ابنائها وترجو منهم ان يكونوا اقوياء الله عليك هو ده الجمال ايوه هو ده الجمال يبا انا عملت ايه بقى تشبيه المصر تشبيه شوف مصر بكائن بانسان يرجو يتمنى يرجو يطلب كل ده انسان بيطلب يبا هو ده الجماليات اللي انا عاوزها ايوه هي اللي موجودة عشان كده قلت تعبير بيصور مصر بمين بانسان له رجاء وامل ويدل على حسن الطلب عشان كده حتى بقولك ايه عشان خطري لو سمحت من فضلك اديني بقى هنا مصر اصبحت ايه هذا الكائن وهذا الايه الانسان ده في الجماليات وده فيكون قويا وانا ما زلت بقول كون قويا من النصوص المرشحة من الاوائل انها تيجي في الامتحان واقولك على نص تاني مقابل لي بس بعد ما نخلص جزئيتنا اللي هنا تعالى بقى ما شوف النحو النحو مشكلتك مش سعبة بس سهولتها في ايه انك تقول موضوع النحو سهل بسيط انت بتكلم نفسك سهل بسيط سهل بسيط يعني ما اوصل في النهاية الايه لحله صح كده بس الحل مش كلام تعالى شوف القطعة اللي موجودة معايا ولما اقرأ القطعة قراءة جيدة هحل ازاي واعرف ازاي النحو تعالى نشوف المصري الام وبرده كلامنا وطني المصر الام بيعمل ايه يشاهد الكثير من المشروعات التي ستعود عليه في المستقبل بالخير الوفية حتى اصبح كل مصري كل مصري ماله حريصا على المشاركة الفعالة فليت اعداء مصر مدركون قوة ابنائها انا عاوز اقول بقى تاني تاني ابناء مصر امام الاعداء يدركون على فكرة مش ميدركوش عارفين قوتنا بس لما اجي حل البقى للكلمات اللي موجودة دي نحو انا عندي ايه الاول قال لي اعرب ما تحته خط ما هيدي الجزئية اللي انا بقولها اعرب ما تحته خط اللي هو ايه كلمة الكثير الكثير دي مالها مفعول به منصوب وعلامة مصبو الفتح طيب انا هرجع لك بس القطعة كده معلش بص كده يشاهد الكثير عاوز انا اقولها لك انا كده قلت المصري والان ويشاهد وقلت كلمة يشاهد بس الكثير بص الكلمة الكثير كده وقل لي وانت ما تعرفش حاجة وانت مش عارف يعني في النحو لسه على قدك الاول الجملة دي جملة ايه قال لي فعلية صح الكلمة الاولانية دي اللي هي يشاهد ده فعل ايه قال لي فعل مضارع اقول له جميل اما انا عندي ده فعل مش مهم بقى دلوقتي نوعية بس الاول فعل جملة فعلية ده فعل طيب الفعل محتاج لإيه واحد قال هالي وسامو قال لي فعل يبقى في جزئية هنا مين اللي بيشاهد ايا كان انا قلت في الاول في الجملة الاسمية بتاعت الاولانية مين اللي بيتفرج مين اللي بيشوف مين اللي بيشاهد المصري اتحزف المصري مش موجود دلوقتي الفعل مش هنا بس يشاهد ايه بقى الكثير شاف ايه شاف كتير ايه بقى الكثير دي هي المفعول به لان عندي ايه ادي فعل شاهد يشاهد شاهد ايه مين اللي شاهد انا انا المصري الفعل شاف ايه بقى الكثير من وقع عليه فعل الفعل زي ما انا قلت كده انا بعمل ايه دلوقتي يشرح بيشرح ايه انت لو دخلت على بعضك قلت ايه يشرح الدرس ويقول كل ده كلام يشرح الدرس الدرسة دي تعريب ايه مفعول به لان في حد في حد بيشرح اصلا اللي هو مين اللي هو المعلم يبقى يشرح المعلم الدرس يبقى هنا الدرس رقم ثلاثة اتشال اتنين مش قضية بس المهم من عارف ان الفعل اللي بيعمل ايه الفعل له فاعل والمفعول من وقع عليه فعل الفاعل صح كده صح كده تعال بقى ارجع تاني واقول عليه في المستقبل كلمة مستقبل الاول يقولي في كل امتحان وفي كل اوان وفي كل زمان لازم جر ومجرور يأتي في الامتحان شفت حتى القافية كل زمان وكل اوان يأتي المجر والمجرور في الامتحان صح يعني انا معناها ايه يا ولاد دي لأتي يعني ما قول فيه المستقبل مش فيه حرف جر والمستقبل اسم مجرور بفيه وعلامة الجر الكسرة بقى لقيها في كل امتحان جر ومجرور بقى لقيها وبيجيبها لي عشان ايه عشان يعرفني احنا فين بص لدي حتى اصبح كل مصري بص كلمة كل الاول واسيبك تعيش معايا تعال كده معايا الاول اقولك ايه اصبح واقول كل مش مهم عندي اللي جاية اصبح ايه كل تعال اما اقول كلمة كل الاول هل تعرف كلمة كل حسب موقعها في الجملة اللي انا شايفه اللي هو انتو كلكم شايفينه اللي هو كلمة ايه بعد ايه بعد ايه جاية بعد ايه بعد اصبحها صح بعد اصبحها اعرف ايه قال لي ايه كل طب اصبحها هنا فعل ماض ها ناسخ حلو ارجع تاني فعل ماض ناسخ اصبحها كل تبدأ اسمها ولا خبرها هو مين اللي اصبح انت اسمع بقى كده اقول لي مين اللي اصبح كل يبقى كل تتعارب ايه سمعتها اقول كده اه هنا بقى كل المصريين اصبح كل وقول مصري وسكت وقول له كمل يبقى لها كمالة ايوة لها كمالة يبقى دا الاسم ولا الخبر دا الاسم خلاص يبقى انت صح وصلت العبارة وصلت العبارة تعالى كلمة بقى كلمة مدركون عجباني اقول كلمة دي على فكرة كلمة مدركون الاول بص كده مدركون وعندي كلمة ليتا ليتا الاول دي ايه ليتا دي بنسميها ايه بقى حرف ناسخ ليتا مين ليتا الاعداء يدركوا ايه اه يدركوا اقوياء يدركوا الاقوياء احنا ليتا الاعداء مدركون يبقى كلمة مدركون هنا وجاى مرفوعة وواضحة انها مرفوعة جاى خبر لمين يبقى الاعداء مدركون قوة مصر هم مدركون دي كلمة مدركون هنا خبر 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 لمين اللي هو حرف ناسخ يبقى خبر الحرف الناسخ هنا ماله مرفوعة طب علامة الرفع ايه الواو ليه واو لانه جمع مذكر سالم ودايما بوضح واقول تاني انا عمل اقولها تاني هو كلمة مدركون هنا مدركون جمع مذكر سالم اما لما جيت واحد واحد وهقولها يا عربيا دلوقت لما شيل ووانون يأتي المفرد مباشرة يقول لي كده بقى فيه مفرد اضافة ووانون على المفرد طب اذا لم يأتي لو شيلت ووانون او يأونون مجاش هيقبق ايه اللي حصل اجرب طب انا هجرب جملة انا اسم ان الاول ماله منصوب صح لو قلت ان وروح تجاب كده الميادين وروح تعملها قلت مزدحمة واحد كده كل كلام ادي ان حرف حرف ناسخ صح الميادين من غير معربها لسه قال لي اسم ان هقول له صح مزدحمة خبرها هقول له صح الخبر هنا مرفوع هقول له صح ان هنا اسم ان ماله منصوب اقول لغاية دلوقتي انت صح بس وعلامة النظب هنا بقى بص كده الغلطة اللي بتحصل بص لها كده وعلامة النظب واحد يروح كاتب لي الياء ما هو شافها مكتوبة مش بيقول للميادين ويأوي نون وجامعة مذكر سالم يبقى علامة النظب هنا هي الياء لانه جامعة مذكر سالم اقول له استنى الميادين هنا ليست جامعة مذكر سالم ليه ما هو يأوي نون في الاخر اليأوي نون دي في اصل الكلمة ده جامعة تكسير ليه اقول له تعالى ما ورها لك كده لما تشوفها وهي الكلمة موجودة كده اقول لك الميادين الاول شيء لياء والنون يدتني كلمة لا يعني معناها مش كلمة يعني معناها من ياء والنون دي ايه اصل وليست فرع مش اضافة الى المفرد عشان يعمل هالي صح كده طيب حاجة تانية انت بتقول لياء والنون دي علامة نظب تبهت منها علامة الرفع كده يعني مش ياء الرفع يبواه ونون لو قلتها تقول ايه الميادون ده صح يبحلتين اتنين لما تشيل الياء والنون ما تدينيش مفرد لما تجيب اللي هو الرفع بتاع علامة الرفع ما يدينيش برضو رفع يبقى دي معناها ايه الياء والنون هنا من اساس الكلمة او من اصل حروف الايه الكلمة وليست اضافة للمين عشان يبقى جامعة مذكر او خلافه تعالوا بقى ما شوف كده يبقى خبر ليتا مرفوع وعلامة رفع الواو لانه جامعة مذكر سالم وقلنا المستقبل وقلنا الايه الكثير استخرج من الفقرة السابقة خبر لفعل ناسخ طبعا انا عندي وانا شوفت وشايف الكلمات واصباحة وغيره 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 طيب كلمة هي كلمة ايه حريصا وهتشوفها هتلاقي الكلمة عندي صحيحة طيب بعد كده انا عاوز ايه اسما لحرف ناسخ يبقى خبر لفعل واسم الحرف بص للكلمة كده وقولك ايه هي كلمة اعداء طيب واحد تاني يقول لي انا ما شوفتش القطعة تعالى موريك القطعة كده يبقى انا عندي كلمتين اتنين موجودين اللي هي ايه اعداء وعندي كلمة ايه حريصا يبقى دي اعداء وقدي حريصا وقدي اللي موجودة القطعة شوف كده اعداء وشوف حريصا وانا هشور لك عليها قدي حريصا اللي موجودة عندي مش هيدي حريصا اصبح كل مصري حريصا انا قلت اصباحة كل هنا كان ايه كان اسم اصباحة بقى مرفوع خلاص شكرا مين الخبر هي حريصا يبقى حريصا هنا هو ايه خبر اصباحة ماله منصوب وعلى متنظم الفرق تمام طيب قال لي كان اعاوز ايه اسم اسم ليتا مش هو بيقولي ليتا بس بيقولي اسم الحرف ناسخ مش هو بيقول كده تب فين الحرف اللي هي ناسخ اللي عندي هي ليتا طيب اسمها اللي هو ايه اعداء عشان كده كلمة اعداء هنا اللي هي دي هي اسم ليتا ولايتا هنا حرف ناسخ اذا في اعداء اسم ليتا منصوب وعلامة النصب الفتحة كل ده جميل وانا عمل اقول دلوقتي كلمات اللي موجودة عندي كل اللي موجود صح بس ركز ايه لا يكون لان انا هرجع للقطعة تاني وانا استخرج حاجات غير الاسئلة اللي موجودة بس انا عاوز اقول كل الاسئلة اللي موجودة عندي تعال اما اكمل اسئلتي كده اللي موجودة استخرج قلنا خبرا لفعل ناسخ حريصا اسم اللي حرف ناسخ وقلنا اعداء بعد كده عندي خبر لمبتدأ وبين نوعه يعني ايه خبر لمبتدأ اي مبتدأ موجود عندي طيب كلمة يشاهد الكثير من المشروعات ركز في الجملة دي اوي عشان انا اقولها لك هوت واقول لك انت اجيبتها كلها ازاي بص كده يشاهد الكثير من المشروعات خد بالك من اللي انا كتبته ده عشان اجيب لك القطعة وتقول لك جملة اللي موجودة فيها جملة اللي موجودة كلمة يشاهد الكثير من المشروعات جملة يشاهد اللي تواجدت دي بص لها كده الاول المصري الان الاول الجملة الجملة بدأ بكلمة ايه المصري سيبك من الان دلوقتي المصري ماله المصري كل ده المصري عمل كل ده ركز في اللي موجود كده انا قلت لك كلمة مصري المصري هنا مبتدأ صح جملة اسمية بتبدأ بمين بمبتدأ اللي هو كلمة المصري يبقى ده مبتدأ كل ما يتمم معنى الجملة او يخبر عن المبتدأ هو خبر لو انا قلت كده يشاهد هي جملة يشاهد طبعا هي الجملة كده حتى لو اختصرت على كلمة يشاهد وقلت جملة يشاهد صح بس انا اجيبلك الجملة كاملة عشان تقولها المصري بيعمل ايه يشاهد الكثير من المشروعات جملة يشاهد دي جملة ايه جملة فعلية اذا فالخبر هو جملة يشاهد الكثير من المشروعات ونوع الخبر جملة فعلية شفت انت قلت ايه يبقى يشاهد الكثير من المشروعات هو الخبر عشان كده لما اجا انا انا عاوز خبر جملة اسمية مثلا بكلمة نفس كلمة المصري قلت انا قلت المصري ايه يشاهد بقى الجملة ايه فعليه المصري برضو لو جيت اقول المصري ده وانا عاوز اخليها كده ايه نوع من انواع الحاجة اللي انا عاوز اقولها هي كده ادبه زوقه اقلاقه شجاعته كل ده بنا بكلم عن مين عن المصري يبقى المصري مثلا بنقول كده ادبه جم زوقه رفيع شجاعته مشهود بها انا كله ده عاوز اوصل لحاجة واحدة بس الادب الاخلاق كل ده بالهاء الضمير العائد على المصري يبقى انا عندي كلمة مصري ده وقلت كلمة ايه اقلاقه عشان احددها لك عشان محدش قولي انا توهت المصري وقلت كلمة او فاضلة او اي حاجة فيه هنا ضمير ضمير اللي انا شايفه ده اللي هو ده اللي هو الهاء يعود على مين يعود على المبتدأ عشان كده الاخلاق لازم تبقى فيها هاء هدية عشان يدي مصري تمام كده فقلت المصري اخلاقه ايه كريمة يبقى كلمة اخلاقه كريمة دي الخبر هنا خبر جملة اسمية اما خبر يشاهد مشروعات خبر جملة فعلية كل ده حاجات انا بقول بالنسبة لك انتا بالنسبة لك انتا هتعمل حاجة معايا بص كده اللي جاي وتشوف ايه اللي هو ده اللي جاي تاني اكمل بما هو مطلوب اصبحت الشجرة مقط عاوز خبر جملة اسمية زي ما احنا قلنا بقى الشجرة ثماروها ناضجة الشجرة اوراقوها خضراء الشجرة كل ده انتا بقول لها انا عاوز خبر جملة اسمية المهم ما لازم اقتب ايه بضمير الدمير ده يعود على مين يعود على الشجرة يبنى شغال يبنى صح تمام كده تعال ابص كده معايا يبقى الشجرة ايه بقى اصبحت ايه اسماروها ايه ناضجة طيب عاوز المعلم وعاوز خبر شبه جملة هو جابها كلمة شبه جملة ايه كلمة شبه جملة اللي هي ايه فيقى الفصل كلمة شبه جملة في قال ايه الفصل يبقى فيه الفصل هو شبه الجملة اللي موجود معايا ولازم اقولها تاني عشان اوضحها لاولادنا بص كده الشبه الجملة يا جماعة اللي بيحير ناس كتير المعلم هو قال لي هنا كده المعلم وقال لي نقاط وراح قيل لي ايه في الفصل في الفصل هنا جر ومجرور والجر ومجرور يعني شبه جملة صح كده صح خد بالك بقى لو انا حولتها لحاجة تانية نفس المعلم نفس المعلم بقى وخليته بين الطلاب الطلاب طيب عندي المعلم وعندي باينة والطلاب وعاوز حد يعرب لي باينة ولما هتعرب باينة هناخد بقى دلوقتي فاصل وهنواصل حلقتنا التانية نكمل بيها باينة ونشتغل على باينة كملوا معانا واحد يروح في اي حتة استودعكم الله في الحلقة الاولى ونستكمل في الحلقة الثانية رجال هنا نكون بعد الفاصل ومعانا نتواصل مع ليلة الامتحان وقلنا غدا ليلة الامتحان بس انا عاوز اقول كان عندي جملتين اتنين الجملة الاولى كانت بتقول المعلم واقول كده في الفاصل واقول هنا تاني المعلم نفس المعلم واقول باينة الطلاب الفرق بين الجملتين ما فيش فرق هنا لما اقولك استخرج الخبر وده النوع هقولك بس كده ببساطة هتقول لي الخبر هنا النوع شبه جملة صح الاثنين شبه جملة بس في الاولى جر ومجرور وفي الثانية ظرف طيب استخرج بقى هو فين هنا هو فين هنا هو ده الخطأ اللي بيقع فيه اولادنا وعارف الخطأ ده هقوله لك وفصره لك في الفاصل على بعضها الاثنين الاستخراج الاول في الفاصل صح كده يبا الخبر هنا هو كلمة ايه في الفاصل اللي هو ايه جار اللي يلفيه ومجرور اللي هو الفاصل طيب في الثانية لقيت ناس من اولادنا ومازالوا على فكرة نبهت عليها في حليقاتي كتير قوي وما زال ولادنا برضو يخطئوا فيها بين التلاميذ يقول لي لاثنين بين والطلاق لاثنين ايوة لاثنين مش هي ازاي الجر والمجرور مش ده حرف جر وابعده اسم مجرور وبين برضو ظرف مكان وبعده مضاف اليه مجرور لا لا هنا اقول لك لا الظرف الظرف فقط هو ما يعرب شبه جملة الكلمة دي بس هي بينة بس هو الظرف بس لما تيجي تستخرج تقول لي هنا الخبر هنا هو بينة بس ايوة بس ونوعه تقول لي كده شبه جملة خبري هنا هو بينة والنوع شبه جملة مليش ضعب الطلاب خالص انا خرجت من كلمة ايه الطلاب عشان كده انا اخطأت لما قلت ايه بقى ان زيها زي الجر والمجرور لا زيها مش زي الجر والمجرور ماشي بيجي لي جملة تاني في تكملة الامتحان اللي عندي تيجي لي جملة باي حيثياتها المهندسون دايما تيجي لي كده والله حتى دي من ايام ما احنا كنا طلبة ويقول المهندسون ماهرون عشان يعرفني انا هشتغل ازاي على مهندسون عندي هنا جامعة مزكر سالم وماهرون عندي جامعة مزكر سالم يقولي دي جملة اسمية صح بتتكون من ايه مبتدأ وخبر يقولي ادخل كان او احدى اخواتها على الجملة الاولى لما دخل كان انا عشان نبدأ في الامتحان التاني بسرعة كان لو دخلت كان اقول ايه بقى كان والله اصبح اصبح واقول كده المهندسون تفضل مهندسون زنهية لان اصبحها بتعمل ايه بترفع يقبى تفضل هنا المهندسون مرفعون طيب المرفوع ده يقبى كلمة ماهرين قال لا هنا اختلفت ايوة ماهو هنا بقت ايه بص لها كده خبر وخبر اصبح ماله منصوب وعلمت النظم هنا مين الياء يبنى عندي صح والمهندسون اسم اصبحها هه مرفوعة وعلمت الرفعين ايه الواو كده تمام طيب نفس المهندسون ونفس ماهرون عشان اخلص من امتحان كله نفس المهندسون ونفس ماهرون ويقول يدخل عليها بقى ايه حرف ناسخ اقول له تاني اقول له ان الاختلاف هنا بقت مين بقت الاسم هو المنصوب بقى المهندسين طيب ماهرون تظل كما هي يبقى ماهرون هو ده تقريبا كل اللي بيجي في النحو وكل الحاجات اللي بتيجي في النحو كاجزاء من اجزاء النحو اشوف امتحان تاني واركز على بعض الجزئيات اللي ممكن تيجي عندي في الامتحان والنص الاساسي المختلف انا قلت في الاولى نصائح اب وفي الثانية سنرى النص الاساسي انا عندي حديث وعندي قرآن لازم يوجد في الامتحان واحد منهم موجود يعني موجود تعالى بس اللي ما شوف كده وبدايتي ان شاء الله اللهم احفظ مصر وشعبها من كل ايه شر وفتن ان شاء الله سيحفظ مصر في هذا العام وفي الاعوام القادمة والسابقة وكل مصر مصر في رعاية الله مصر وكنانة الله في الارض لم يضرها احد حتى وان اراد لان مصر ايه يحميها رب العباد هو اللي بيحمي مصر من كل ايه شر وفتن تعالوا ما شوف كده برضو التعبير انا لو قلت تعبيري انا مركز اوي على اني وطني اللي جاي وعشان خطر يركزه معايا ستظل مصر دائما واحد الامن والرخاء بتكاتف ابناء شعبها الاصيل اكتب في هذا الموضوع يبقلنا مصر واحد الامان مصر امانة في اعناقنا مصر بلد الامن والامان مصر 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 هتلاقيها بكرة ان شاء الله هتلاقي في الامتحان مصر واتلاقي كلمة مصر اللي هتكتب فيها كتير هجا وضح هنا وقولك ايه هتعمل هنا عناصر برضو انت لما هتتكلم على عنصر عنصر قول مصر احنا بنتكلم على انها ايه واحد الامن والامان اكتب ده عنصر اولاني مصر واحد الامن والامان طيب مصر بلد الرخاء مصر بلد الرخاء وستظل بلد الرخاء ولن يصيبها ما اصاب بلاد اخرى من فقر وجوع وعطش وكل ده لان مصر ايه قلنا يحميها ربه الايه العباد طيب مصر بايه تاني تكاتف ابناء مصر تاني تكاتف ابناء مصر يجعل منها شعب شعب وبلد في مقدمة دول العالم ده عنصر طيب ابناء شعبها الاصيل اللي هو احنا ابناء مصر سيظلوا اوفياء ابناء مصر شو بقى كلمة ابناء مصر سيظل ابناء مصر اوفياء لها يحموها بايه بقى بدمائهم يفعلوا فيها عرقهم لكي يعملوا ايه يروي الارض يروي الزرع يروي كل شيء اذا انفى مصر في الاصل ام ام هي تحنوا علينا ونحن نحميها بارواحنا كل ده كلام لو هتتكلم في الوطني وهتتكلم في مصر بس تتكلم في الموضوعات وكلمات تعرف تكتبها وانا هعلي صوتي اول اولادنا ان ساعات يجيب لي كلمات هو اصلا ما كانش عارف يكتبها هو بيكتب يقوم هيكتبها في موضوع التعبير ازاي اختار الكلمات التي تجيد كتاباتها املائيا بس اتفقنا يبقى اكتب في هذا الموضوع كتبنا في هذا الموضوع واحد سألني برضو كده في محافظة من المحافظات بقول لي اكتب كم سطر موضوع التعبير كده اكتب فيه كم سطر ما لا يقل عن ايه عشرة طب بقوا 11 بقوا 12 بقوا صفحة ونص صح مدام عندك كلمات تكتب اكتب لو ملقيتش ما قلش بقى ما عاملش واحد يعمل لي اربع عناصر يكتب عليهم اربع سطور ويععد لا طبعا مش للدرجات يا مش الاختصار للدرجات بس هتختصر يبقى عشر اصر ماشي يبقى خلينا في تمانية وتسعة ماشي لكن إلا عن كده لا يجوز تعال بقى ما شوف تاني قصة علي مبارك واسئلة بسرعة أنا عاوز منكم انتو الجواب لماذا لم يفكر علي مبارك في الهرب من هذه المدرسة خد بالك من الكلمات اللي انا بقولها دي عشان علي مبارك كموضوع كموضوعة لازم تقب انت مركز فيه كموضوعات عندك طيب مدرسة القصر العيني الاول الى اين نقرأت مدرسة القصر العيني ولماذا ولما كان علي يقرأ الهندسة وكيف احباها بعد ذلك ولماذا عاد علي مبارك وفكر في الفرار من مدرسة ابي زعبل كل دي اسئلة انا انا يعني حتى لو ولادنا بدأوا يتصلوا بينا انا هبدأ اسألهم هي الاسئلة بتاعة القصة دي تحديدا لانك بتنشن على الفصل عارف اللي هو بينشن الاول اقول لك السؤال الاهم في دول عشان اجرب سرعة عشان في عندي موضوعات كتير اللي هو ايه بقى لما كان علي يقرأ الهندسة كلمة الهندسة وبرغم ان ايه علي مبارك اصبح مهندس مدرسة المهندس خانة واصبح الراجل زي ما بيسموه كده ظابط مهندس يعني معناها حاجة كبيرة اوي في الهندسة اولا احنا قلنا المعلم هو اساس كل شيء المسائل المعقدة وكل تعقيدات في اي مادة كانت رياضيات كانت نحو كانت كانت كلها اساسها المعلم المعلم يجعل هنا افل ليه الطريقة الفضة الطريقة الغير مؤهلة ان يخلي الطالب يستوعب ويستجيب بتخلي الطالب يعمل ايه يكره المادة كره المادة يعني معناها عمره ما يتفوق فيها طب الحل لما اجا اقولي بقى احبها ازاي طب واحد عقد في حد تاني عمل في ايه حبب المادة يبقى المعلم هو اللي يعمل ايه اللي حبب علي مبارك في مادة ايه الهندسة اللي خلاه بعد كده يبقى مهندس اللي خلاه بعد كده يتفوق كلها حاجات بقول في احداث القصة اللي احنا مش هنرغي فيها كتير غير اللي لما يجيلي اولادنا كده انا هحاولي ارغي معاهم فيها تعالي بقى ما اقول كده وسرعان ما اطل واجه فاطمة وفي اللحظة نفسها دوي التصفيق كلمة دوي يعني صوت صوت كبير اوي تصفيق حار وتعالى صيحات الترحيب معبرة عن سعادتنا برؤيتها وحدثت مفاجأتا هقول كده واسأل واقول يعني ايه مفاجأة ويعني ايه اللي حصل ما مرادف اطل خد بالك يعني ايه اطل خد بالك من دي كمان تاني اطل وجه يبقى حصل في ايه ايوة ظهر هنا الظهور بس طيب لو انت حبيت تقول ابتسم وتهلل بالابتسامة دي حاجة تانية لكن اطل يعني ايه ظهر مفرد صيحات واحد قال هالي كده صحوة هقول له صحوة كلمة صحوة الصحوة ايه الانتفاضة وكلمة انتفاضة مختلفة تماما مع كلمة صيحة صيحة صوت عالي يعني معناها ايه ايوة صيحات يبقى هي كلمة صيحة طيب كيف عبر التلاميذ عن فرحتهم بلقاء فاطمة تعالى اما اقولك كده يعني ايه عبر اولا كلمة تصفيق حار دوي التصفيق طيب انا هصفق لمروان لو حللي هذا السؤال يلا يا مروان مروان ازايك يا مروان الحمد لله تماما انا عاوزك بسرعة يا مروان كده بسرعة انا عاوز اسألك الاول قبل ما يشوف عندك سؤال ولا لا بيقول حدسة مفاجأتان مش مفاجأتان لمين في القصة هنا في قصة فاطمة طبعا من خلال فهمك للموضوع ايه هما المفاجأتان يا مروان عشان اكتبك هو انها ان فاطمة كانت ترتدي قبعة بيضة جميلة تمام اه اكمل المفاجأة الاولى مروان يا سام صوتك يعلي يا مروان المفاجأة الاولى المفاجأة كانت لابس لابس قبعة بيضة جميلة تمام والمفاجأة الثانية ها الزملاء كان لابسين قبعة بيضة جميلة زيون ردوا عليها يبانا عندي مفاجأتين الاولى فاطمة ترتدي قبعة الثانية ردت الزملاء بانهم ارتدوا جميعا ايه القبعات صح كده صح صح كده انا عاوز اسألك في القصة يا مروان ايه رأيك ينفع ينفع تعال ابص كده اقول الاول لماذا لم يفكر علي مبارك في الهرب من هذه المدرسة انت عارف مدرسة ايه الاول يا مروان مدرسة ابي زعبي حلوة اوي ليه لم يفكر في الهرب لانهم كانوا يطلبون اهالي فارين من المدارس واضربونهم وعربونهم اشد العذاب الله عليك مش انا قلت ان انا بتوع سواد دول حاجة جميلة اوي طيب الى اين نقلت مدرسة قصر العيني ولماذا نقلت الى ابي زعبي ايوة ليه لتصير مدرسة خاصة بالقب طيب لما كان يكره الهندسة وكيف احباها بعد ذلك احنا احبت الهندسة لانها كانت عنده مثل الصحة اللي لايفهم اقول اقول يا مروان انا سمعت لانها كانت عنده مثل كلام الصحة اللي لايفهم اه طلاصم لا توجد لها حل تنحبها ازاي احبها بعد ان شرحها له ومدير المدرسة رأفة افند الفاصة احلى وقليلة وبسيطة طب سؤال مش في الموضوع ده كده بالزبط كده مش موجود في الاسئلة هو رد الجميل لهذا المعلم مش رد له الجميل ولا ما ردش رد رد ازاي رد ازاي رد ازاي طيب لماذا عادي علي مبارك يفكر في الفرار من مجرسة ابي زعبل ليه ليه ها ليه 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 يعني احنا قلنا لم يفكر في الاول واحنا عرفنا القواعد والقيود ان لازم هيجبوها هيجبوه ليه رجع يفكر تاني في الفرار لانه احنا عمدرسة القاسر العالي على فكرة طب انا عملتلك بعده كل يا مروان وسبتك انت لا عندك سؤال يا مروان لا يعني انت كنت داخل عشان تجاوب معانا طبعا مشاركة مروان مشاركة مهمة جدا وانا كنت محتاج طالب زي يا مروان عشان ينشط معانا الحلقة وارجوكم اتصلوا بقى زي يا مروان كده شكرا يا مروان ودوم على الاتصال لو في اي حاجة تاني شكرا مروان منسوها بقول تاني تاني بقى كده المفاجئتين وقلنا ومروان حل تقريبا كل اللي احنا عاوزينه تحليل الكلمة اللي ولادنا ولادنا برضو من ضمن الحاجات زي خريطة الكلمة اللي احنا شفنا كده تحليلها ازاي حلل الكلمة ازاي قطعها بقى لمقاطع عندي خد بالك من دي الاول كمقطع كل مقطع له حركة يعني لما قول كده زميلاتكم لغاية هنا انا عندي الحركة الحركة هي حرف والسكنة سكنة بمعنى ايه انا بحلل بص كده الكلمة كده انا عندي زا زا عليها ايه فتحة اقطع التانية ميم بص كده ميم يا الياء دائما الياء دي الياء الحرف اللي موجود عندي ساكن مش متحرك عشان كده حطيت الميم بحرفها اللي هي الكاسرة او بحلاماتها اللي هي الكاسرة ومعها الياء اللي هي ساكنة يبقى مي لتنين لا لوحدها لا عليها ايه فتحة اقطع السكينة او اشتغل التاق عليها ايه ضمة اقطع بعدها سكينة كم يبقى الكاف عليها ضمة والميم عليها ايه سكون يبقى الاتنين مع بعض كم الكم على بعض ومش نص كم الكم وقطع يبقى هنا عملت تقطيع الكلمة او تحليل الكلمة مع كل حركة في الكلمة بتعمل القطع اللي انا بقول عليه او بتعمل التحليلة الحركة يعني فتحة يعني كسرة يعني ضمة اصبحت سكون مش حركة وقفة يعني معناها الحرف وقف ما تحرجش طيب ومع هذه الحركة يأتي الينا الصعيد سوهاج كان مروان ومريم مريم من المينيا مريم ازاك يا مريم ازاك يا مريم شايف اللي انا هقوله ده الاول او جاهزة جاهزة هي دي صورة ايه الاول دي ايه الصورة دي الصورة دي صورة ايه شايفها شايفها او اه ده صورة الشيخ من شيخ الازهر وقسم القساوسة الايه الكنيسة هم دور شعب مصر شعب مصر وتكاتف ما بين مين نسيج واحد عشان كده لما هيجيلي في موضوع التعبير هيقول لي مصر نسيج واحد مسلم مسيحي كل في حماية مين مصر ويعيشونا تحت ارض ايه مصر تمام اسأل بقى السؤال يا مريم عشان ما تقوليش الرسولنا بقى انا قلت المسلم والمسيحي عشان كده رسولنا الكريم لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف تقولي الحديث كده على بعض يا مريم مسمعيني اه تقولي او كلفه فوق طوقته اه اه او اخذ منه شيء بغير شيبه نفس فانا هجيزه يوم القيامة حلوة اوي تعالوا ما اقول كده بقى سؤال انا هسألك تلات اسئلة على بعض مش هسيبي كلف تلات اسئلة يا مريم نا كلمة من ظلم حرف يفيد ايه حرف يفيد التنبيه الله جمع طاقة طاقات مضاد ظلمة عدلة الظلم عكس العدل طيب كلمة حجيج انا هقولها كده من غير ما اقولها كلمة حجيجه الجمال في كلمة حجيجه انا حجيجة ويوم القيامة تعبير يفيد شدة التحديد من ان يتعرض احد من ان يتعرض احد لان يخاصمه الرسول ويقيم الحج عليه اذا اساء لأحد من اهل الكتاب انا مش عارف اقولي ايه يا مريم غير ان انا هقول حاجة تانية كمان وبعدين اسقفلك ما الجمال في استخدام كلمة معاهدا في هذا الحديث هو معاهد يعني ايه الاول يا مريم اه معاهدا يقفض بها اهل الكتاب الذي بيننا وظلناه موهود وموصير الله عليك بس كلمة معاهدا دي اللي هم اهل الايه الكتاب اهل الكتاب اللي هو بيننا وبينهم ايه مواثيق الكلمة ميساق او عهد لا بد ان نحترم هذا العهد وكان رسولنا الكريم مثال لهذا عندما دخل المدينة وتعاهد مع اليهود بقت فيه معاهدا ما بينه من يخلف العهد هو من يقع عليه ايه بقى بعد كده او تدير عليه ايه الدوار لو سألتك سؤال اخير يا مريم عشان انا سقف الى ما يدعون الحديث الشريف يدعونا الى حسن معاملة اهل الكتاب بس بربو عليك حسن معاملة اهل الكتاب جميل اوي واسألك سؤال كمان في النحو عشان انا حابب اوي ان طاليبة زيك لازم تقي بيصح في كل حاجة اوكي انا قلتها في اول الحلقة بس ياريت تكوني مصحصحة ليها اوكي انا قلت كده الميادين اوكي حلو ادخل ادخل او ادخل على الجملة حرف ناسخ حرف ناسخ اه اقول اه اقولي ان الميادينة مزاحمة ان الميادينة مزاحمة استني بقى اما اقولك ان كنت غلطي بقى ادخل عليها فعل ناسخ كانت الميادينة مزاحمة الله عليك طب هان بقى يا مريم الميادينة والميادينة اليقو النون هل هي يقو النون الجامع المذكر ولا يا نون عاملين ايه اذا الميادين في الحالتين اليقو النون باساس الكلمة اصل الكلمة يعني مش جامع مذكر سالم الله عليك مريم ايه? الاول عشان اقولها بقى على بعضها. ايه? اسمك مريم ايه? ابراهيم. مريم ابراهيم بقولك ان شاء الله ان شاء الله ان تلقول على المحافظة السنة. من الاوائل على المحافظة. يا مستر. ايه يا مريم. ايه ما عليك يا مستر هو حذتك الحسة اللي بابت كنت سألت سؤالين. برافو عليك انك فاكرة. تمام صح? اه. اللي عندي اللي كنت قويا. اه. انا فاكر قوي برافو عليكي. جاوبي معي يا با يا مريم جميل. الخبر هنا يبقى قويا. يبقى انا عندي قويا هنا قويا هنا خبر. انا عندي الفعل الماضي دايما المبتدأ بتاعه خلاص كن مين اللي كن? انت قويا. قويا هنا خبر. تمام. اوكي طيب يا مستر السؤال التاني حضرتك قلت الجملة دي يكون قوية احول الخبر لخبر جملة اسمية. تب يلا يا مريم. كن. ايوة. كتيرة. كن ايه تاني? كواكة. انا حطى الضمير اللي هو حرف الكاف بادل حرف الهي. انا مش عاوز اقول حاجة بقى يا مريم. مش انت مريم ابراهيم? او. قولي البابا كده او ماما لو هي جنبك. وقل لها المستر بيقول لي انت الاولى السنة دي وبلا منازع ان شاء الله. وهتبلغيني بدين ان شاء الله بعد النتيجة. وانا عندي حلقة بكرة. اه انتظريها بكرة ان شاء الله عندينا حلقة برضو من تلاتة الخامسة يا مريم. عشان هقول فيها حاجات اللي هي عارفة لغبطت الامتحان كلها ان شاء الله. معا يا مريم بكرة. انا الاولى فعلا انا كل سنة بطلع الاولى وبجيب الدرجة انها هيصل عرب. والله متوقع كده من غير ما تتكلمي يا مريم. وانا بقول لك اتمنى اتمنى ان يكون لي ابنة مثلي. بسم الله ان شاء الله ربنا يبارك فيك. انا ما استحقك شدقني. لا 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 والله استحقك كل خير يا مريم. شكرا يا مريم. وتعليلي بكرة بقى عشان انا عاوز حلقة كده. انا فيها تركات كده بتاعة الامتحان. هتبقى انت اللي فيها الطب ان شاء الله يا مريم. شكرا يا مريم. شكرا شكرا مريم. الطلبة اللي زي دي واللي زي مريم تفرح. يعني انا بجد والله يعني انا انا شخصيا يعني عندي مروانكم في الاول ودي مريم طلبة تخليك تقول والله كده مش القبعة بتاعت اللي احنا قلناها بتاعت الطفلة. انا عاوز ارفع القبعة المريم اقول لها. برافو عليك يا مريم. تاني ارجع لأسئلتي بقى. وارجع للموضوع اللي معايا. انا خلاص الحديث. وانا قلت الحديث ده. من المتوقع. انا عندي نصاح اب. وحديثنا اللي موجود. الاتنين في الامتحان بكرة. رسمي. مفيش كلام. واحد منهم جاي. واحد منهم جاي. عشان كده لازم نركز فيهم. ايو لازم نركز فيهم. طيب بعد كده من نص اخي الانسان. وانا قلت كده. النصوص. كلها بتدور حوالين قلت وطنيات. يعني نشيء وطني. اخي الانسان ده كلام برضو. الكلام الجميل اللي موجود فيها. يقول لها قد جئنا الى الدنيا معا لنعيش اخوانا. ونسعد بالحياة معا احباء واعوانا. ولو شئنا احلنا ايه جنة الفردوس ايه دنيانا. طبعا ده الموضوع اللي عندي اللي انا هتكلم عليه. بعد كده بيقول لي هات معنا احلنا ومفرد احباء. انا لو جيت اقولها بس كده الاول قبل ما اتكلم. احلال وتجديد. خلينا جعلنا كلها كلمات صح. احلنا جنة الفردوس دنيانا. عملنا جعلنا جنة الفردوس دنيانا. احللنا مكان الارض هي مكانها الايه? هي الجنة اللي هي فيه انا عندي جمع الجموع اللي موجودة عندي. الاحبة هما الاحباء. طيب واحد قال لي ما هي احبة جمع. طيب ما انا اقول حبيب. عشان كده اجبتها ايه? احباء. اقول له والله لتنين لتنين. بمنظورك انت كطالب الصف السادس ابتدائي انا مشيها. لكن في الاصل يا كلمة احبة وايه? واحباء. طيب مضاد نسعد. طبعا خلاص. السعادة هي الفرحة. فالمضاد بنسعد. يعني ايه? نحزن. ايوة الحزن والكآبة هي عكس المضاد. واقول بقى كده الاهاب هو اللي يدخل معنا بالفرحة اللي جاية. اهاب. اهاب. ايوة اهاب سمعت. اهاب بالراحة. عشان اسمعك وعشان استوعب انت بتقول ليه? انت عندك سؤال ولا لا? اسألك سؤال. بص يا اهاب بص يا اهاب بص اسمعني بس الاول. انت بتسمعني دلوقتي من التلفزيون. اسمعني من سماعة التلفون بس. وقت التلفزيون. اهاب. يا اهاب. اسمعني من سماعة التلفون وليس التلفزيون. انا نسمع منك حاجة. اتفقنا? ايوة? تمام? اسمعك بقى. يلا اقول. حاضر انا سامع. هو انا سامعك انا كمان والله. ايه? اسمك زياد. معلش? الخطأ في الاسم بص بص هكتبولك كده بص كده. زياد. خلاص واتفقنا من انت هو ده اسمك. يلا يا زياد. عاوس تسيل? ايوة عاوس سيل. طب اسمع بص يا اهاب كده? كلمة لماذا جئنا الى هذه الحياة كما تفهم من الابيات السابقة? ارجع لك كده الابيات? بص يا اهاب. اه زياد معلش زياد. اقرأ كده الابيات يا زياد. لماذا? لقد جئنا الى الدنيا? ايوة? معا لنعيش اخوانا من ناس اخي الانسان. لقد جئنا الى الدنيا معا. لنعيش ايه? اخوانا. وناس عد. في الحياة معا. ها? حداه واعوانا. ولو شئنا? في الحياة معا. طيب. حداه واعوانا. بص يا زيادة مش انا عارفت ان انت زيادة او بقى? انت ما زلت فتح الصوت للتلفزيون يا زياد. صوت التلفزيون فتحه. ايوة? اقفل صوت التلفزيون يا زياد. عشان اسمعك. لان انا كلمش سمعك. بس ابراف عليه. بدأ من جفالته خلاص. بقول لماذا جئنا الى هذه الحياة بقى? لو جيت من الابيات كما تفهم من الابيات. عاوز اجابة. لنعيش اخوانا. ايوة لنعيش اخوانا احباءا واعوانا. ونسعد بهذه الحياة معا. صح كده? ايوة? طيب. انا اقول ها تاني. كيف نجعل حياتنا او حياتنا جنة على الارض? وهي السؤال? كيف نجعل حياتنا جنة على الارض? اذا توحدت نوايا البشر. اذا توحدت نوايا البشر. واخلصنا في التعامل معا. برافو عليك. وضح الجمال في معا لنعيش اخوانا. كلمة معا لنعيش اخوانا. ايوة? ايوة? تأكيد. تأكيد. على الاخوة ما بين البشر. تأكيد على الاخوة ما بين الايه? البشر. وبالذات كلمة معا تدل على الايه? الوحدة. معا تدل على الايه? الوحدة. الله عليك. برافو عليك يا زياد. شكرا يا زياد. ودوم على الاتصال وعندنا حلقة بكرة ان شاء الله برضو من ثلاثة الخمسة ان شاء الله الامتحان شكرا زياد تعالوا بقى للي احنا دايما بنقوله النحو والنحو النهاردة انا قلت موضوعاتي عشان كله بمركز نصوص قراءة نحو كله انا قلته في الكلام اللي موجود ده عشان لما كمل بكرة الحكاية بحكاية كلها تمت مع اولادنا اللي امتحنوا سواء بكرة او بعد غد كل اللي موجود موجود سيظل وانا دايما قلت المستقبل مشرق يبنى على العلم مستقبل ومشرق يبنى على العلم ومصر الان تحمل راية العلم والاخلاق فالعلم اساس التقدم في الحياة فيا بني كن محصنا بالاخلاق متسلحا بالعلم فلعل مستقبلك شمسه وتشرق ويلمع نجمك بين نجوم السماء طبعا كل ده كعلم من اعلمين المعرفة اولا مصر انجبت من العلماء ما تفخر به مصر ونفخر به نحن في العالم كله نذكر منها قلنا فاروق الباز قلنا دكتور احمد زويل الله يرحمه قلنا دلوقتي حاليا دكتور مجد يعقوب اللي بيعمل مشاريعه في الطب عندنا هنا في مصر كل هؤلاء شرفونا فين في الخارج والداخل عشان كده مصر منارة علم ايوة منارة العلم وبنا وبيكم هيبقى في الجاي كمان تطور جايك كبير اوي هيكون في ايه علم عشان كده ده مسمو ايه مستقبل مشرق لما يقول لي بقى سيظل المستقبل المشرق يبنى على العلم الاول كلمات اللي تحتها خط او الكلمات الملونة او 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 كلمة العلم نعرفها ايه صح يبهينا في حرف جر الكلمة التانية العلم اللي هي تعمل ايه اسم مجرور بعله وعلمة الجر الايه الكسرة طيب وانا شغال انا قلت في البداية قلت السايا ظل صح طيب يظل يظل المستقبل المشرق لو دخل معنا احمد وقلت له بقى احمد احمد ايوة ازاك يا احمد الحمد لله ما لصوتك يا احمد عندك برد لا معنديش برد طيب علي صوتك بقى وبص معايا احمد كده سيظل المستقبل المشرق تمام شايف الجملة لا لسه ايه طيب استخرج من الجملة اسم لفعل ناسخ واعربه ها اسم الفعل ناسخ عشان هقولك السؤال الاصعب بقى دلوقتي اسم الفعل ناسخ اه ماشي ايوة صوتك صوتك علي صوتك يا احمد اه المستقبل المستقبل اعرف بقى كده المستقبل يبقى اسم اه اسم زلة مرفوع وعلمة رفعية بامة جميل قوي طيب لو انت لك يعرف المشرق تعرفها اه المشرق المشرق اه اه لو عرفتتي بجدع هو الجدع ها هي مش عليك السنة دي اه اه مش علي انا عارف بس احنا عارفينها من دراسيتنا لها احنا هنشوفها في الترمي التاني ان شاء الله بس دلوقتي يعني انت مش عارفها دلوقتي طيب الله عليك ما كويس صوت صفة صح كده والصفة هنا بتتبع مين بتتبع اللي قابلها اللي هي المستقبل اللي هي فيها ايه مرفوعة يبقى المشرق هنا صفة مالها مرفوعة خلاص طيب استخرج الخبر وبين نوعه اقولك شكرا واقفل وسقافلك الصفة مرفوعة طيب صحك جميل استخرج الخبر خبر لفعل ناسف وبين نوعه خبر لفعل ناسف وبين نوع ماشي خبر فعل ناسف الخبر يبني على يبني على نوعه يلا بسرعة نوعه ايه يبني على العلم خبر جملة فعلي بربع عليك يا احمد وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفك بكرا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية شكرا يا احمد طبعا هنا ابننا احمد لما جيه يقول لو جيت استخرب هنا استخرجت ايه استخرجت الخبر الخبر ده الاساس اللي بيتوهني اللي هو كلمة يبنى يبنى هنا فعل ولا مش فعل فعل يبنى الخبر هنا جملة ايه جملة فعلية والاجابة صحيحة لما اجا اقول العلم اساس التقدم خد بالك من كلمة اساس التقدم كلام دايما نقوله بص لكلمة اساس معايا كده الاول اساس دي كلمة ناكرة صح ايوا ناكرة طيب الناكرة دي محتاجة معارفة تؤكدها ايوا طب لما اقول اساس وقلت المعرفة مش هتقدم طيب وبعد كلمة اساس معرفة ده الاء دي والاليوبية وانا بحب بتوها الاليوبية الاء يا الاء ازايك يا الاء الحمد لله شوف صوتك قريب ازاي العشان الاليوبية جنبنا فالصوت جاي مباشرة على طول مش في التليفون معايا يا الاء كده ب meget بصي انا عندي كلمة اساس التقدم شايفها ام عاوز اعريب التقدم اا مضاف الي Parlament برافو عليكي هاي هذه الم Grela solo scholarships الله عليكي هنا ليه مضاف إليอย أنا قلت الكلمة الناكرى إذا قاتت معرفة لتوضح هذه الناكرى عشان كندما كنت باتكلم بقول إيه أساس المعرفة أساس التقدم أساس 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 يقول كلمة الناكرى قاتت معرفة لتوضحها المعرفة دي تعرب إيه مضاف إليك طيب جميل قوي بص كدا فيا بني كن محصنن كلمة محصنن تعرب إيه خبر كان منصوب علامة خبر كان منصوب علامة نظر الفرس برافو عليك مال فين اسمها؟ اسمها انا قلت كن معايا بس يا لا كن محصنا كن ايه؟ محصنا صح؟ او تمام انا هنا انت قلت دي ايه؟ خبر خبر جميل صح فين الاسم؟ الاسم ضمير مستدر ايوه انا لما اكلمك انت كده يا قلاء شوف انا بقول ايه؟ محمد كن محصنا انت انت كن محصنا يبقى انا ضمير مستدر تقديره ايه؟ انت برافو عليك ومحصنا هنا يبقى هو ايه؟ الخبر طيب تعالي بقى كده ويلمع كلمة نجمك ولا نجمك بين النجوم او بين نجوم السماء اعريبي بقى كده انا رجعتلك للشاشة اهو كلمة ايه؟ يلمع نجمك كلمة نجمك نجم 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 فاعل مرفوع على المترفع الضمه؟ اه ما تسألنيش ايه اللي هيلمع؟ مش يلمع دي فاعل صح كده؟ اه اللي بيلمع يلمع الايه؟ النجم دايما مأكد على حلقة بكرة قوي عشان ولادنا هيبوا تركاتل امتحانات كلها ان شاء الله غدا ان شاء الله تعالوا وقى كده انا قلت مع ولادنا الاسئلة اللي المفروض نعربها واللي المفروض نقولها تعالوا لو هو بيسألني يقول لي ايه؟ استخرج من القطعة خبرا لحرف ناسخ واسكر نوعه لو رجعت القطعة كده انا عاي هنا قال لي فيه حرف ناسخ طيب حرف ناسخ يعني معناها باتكلم على مين؟ انا واخواتها طيب اللي عند اللي انا شايفه واضح قوي هو كانه صح كده؟ طيب فين انا هنا؟ لقيت واحد والله اهو انا سمعه هيتصر بينا دلوقتي بس انا سمعته ديقول فلعل مش انت عندك هنا لعل ولعل المستقبل والمستقبل دي يبقى لعل المستقبل ماشي شمسوه شمسوه مالها تشرق يبقى الخبر هنا هو ايه؟ طيب اوضحها لأولادنا لان الجملة شوية شوية فيها صعوبة وياريت لو حد اتصل ويقولها بص كده فلعل او لعل من غير الفئ مش مشكلة هنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ لعل الايه؟ المستقبل او المستقبل وعندي بعد المستقبل بص اللي هكتبها تحتها دي شمسوه تشرق بقى ما تشرقش خلينا في دي هنا لعل المستقبل شمسوه بص لها كده يبقى الخبر هنا يا كلمة ايه؟ اه خلاص؟ شمسوه كده كده وضحت معايا وكل شيء يبقى ده خبر لحرف ناسخ وهسيبها نوعه ايه؟ للي هيتصل لو كان فيه اتصال بص معايا كده تاني تاني كده يبقى لعله بقول اللي موجود معايا خبرا لحرف ناسخ واسكر نوعه انا قلت سيبت نوعه كده الوقتي لغاية ما شوفها اسما لفعل ناسخ واسكر علامة اعرابه فعل ناسخ انا عندي افعال ناسخة كتير قوي قلنا سيظل يظل ايه؟ المستقبل يبقى المستقبل اسم مين؟ اسم ظلة اسم ظلة ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ اتضم صح؟ طيب اللي بعديها ظرفا وبين نوعه كلمة ظرف الاول انا عندي ظرف مكان وظرف الزمان وظرف الزمان او المكان بقول النوع اللي موجود عندي يبنلي من هنا يعني ايه اللي موجود؟ كلمة تدل على المكان يبدا ظرف مكان لو قلت باينة عندي هنا في باينة اقول اه اقول لا على حسب الكلمة اللي موجودة بيبنى على العلم والاخلاق فالعلم اساس التقدم في الحياة فيا ابنا يكون محصنا بالاخلاق متسلحا بالعلم فلعل مستقبلك شمسه تشرق ويلمع نجمك بينه شفت الكلمة هي بينه بينه هنا يبقى ظرف ايه ظرف مكان بين النجوم السماء يبقى ده الظرف اللي انا عاوز استخرجه بصل اللي جايد كده ان المعلم المخلص حريص على تعليم النجم الجملة هتتكرر في كل الامتحانات جملة يجيني بقى فيها مسنة يجيني فيها جمع يقول لي ادخل يقول لي استبدل اللي موجود لو كان حرف ناسخ بفعل ناسخ يقول لي اجعل العبارة للجمع كلها عبارات واحدة في النهاية عاوز يعرفني لما ان تدخل على جملة ويكون فيها جمع او يكون فيها مسنة اللي ممكن يحصل فيها هو ده اللي عاوز يقوله عشان كده هو قال لي ايه بقى ان المعلم المخلص حريص على تعليم النجم اجمع العبارة السابقة وغير ما يلزم اجمعها خليها الجمعة بنفس ايه بنفس ان يبقى انا عندي هنا ان ان بتعمل ايه في المبتدأ وبتعمل ايه في الخبر ان تنصب المبتدأ وترفع الايه الخبر يبقى انا لما تكلم على ان هنا اقول ان طيب انا عاوز المعلم يبقى ايه يبقى كتير كده يبقى معلمون طيب هنا معلمين ولا معلمون ما هو مدام في ايه بقت المعلمين كده خلاص يبقى انا نصبت مين نصبت اسم ايه طيب المخلص كان لسه ابننا دلوقت بيقول انا ما عنديش النعب او ما عنديش الصفة بس المخلص جات صفة وهو احنا عاوزينها لما نيجي نعربها المعلمين مالهم المخلصين مش قلنا صفة والصفة تطبع مين الموصوف ايه دي المخلصين يبقى الاتنين مع بعض ان المعلمين المخلصين عندي كلمة حريص خد بالك بقى انا هقلب خالص هروف في حتة تانية حريص هنا مرفوع ولا لمنصوب طيب يبقى مؤمن هو اللي ممكن يجاوب لنا دي مؤمن ازيك يا مؤمن اخبار درجة الحرارة ايه عندكم ببرسعيد برد برد لا احنا عندنا تجاو صيف واحنا مش حاسين بقى اي برد على فكرة طيب يا مؤمن بص يا مؤمن للجملة اللي موجودة معايا كده عشان انت لا تجاوبها وبسرعة ماشي انا قلت ان المعلم المخلص حريص على تعليم النشط وانا اللي اكتب وراك كده انا قلت لما اضيف او اجعلها للجمع قلت ايه تاني الا المعلمين المخلصين ما اللي هم بقى يلا كمل المعلمين المخلصين كمل جملتي هي عندي حريص على تعليم النشط المعلمين المخلصين كمل جملتي فيلي لا استمى يا مؤمن فيلي بس التلفزيون واسمعني من السماعة وكلمني في السماعة برضو يبقى ان المعلمون او المعلمين ها المخلصين اقول كده انت قلت ايه ها حريصون حريصين لا استمالي انا عاوز فيه ان مدام فيه ان يبقى ان عندي ايه حريصون حريصون على تعليم النشط زي ما هي صح كده اه طيب نفس الجملة نفس الجملة ونفس الجمعة وادخل عليها ها صارة صارة اقول كده صارة المعلمون المعلمون صاحب رابو عليك قول المخلصين لا استناني هنا بقى اللخبطة المخلصون مش احنا قلنا المخلص هنا نعتة او صفة صح يبقى هنا ايه المعلمون المخلصون حريصين هنا بقى الصح رابو عليك هنا اللي تتغير مين حريصين اللي هي ايه الخبر وهنا لما اجي عاربها بقى بنفس الكلام كده اعرب للمعلمون كده يلا يا مؤمن المعلمون اسم صارة مالو مرفوع الواو معرفوع علامة رفع الواو المخلصون قلنا صفة والصفة تكبع الموصوف زي ما هي نعتة والمنعود يبقى المخلصون صفة او نعت مرفوع وعلامة رفع برضو لايه الواو حريصين بقى خبر 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 منشوب خبر خبر صارة منصوب بالياء خبر صارة منصوب وعلامة النصب الياء برافو عليك يا مروان وشعب برسعيد كل بقولوكو برافو عليكو وبرافو على المدينة الباسلة شكرا مروان طيب عاوز عم مؤمن اه انا عمال مروان ايه مؤمن ايها المؤمن خلاص يا مؤمن انت مؤمن طيب معايا كده لو جيت اقول هنا يقول حول الخبر الى خبر جملة اسمية مرة وخبر جملة فعلية مرة اخرى بص للجملة اللي موجودة معايا كده واحنا نحولها سوا انا عاوزها الخبر هنا كلمة ايه حريص طيب لو جيت اقولها لو اقولها حرصوه بصي ايها كده ان المعلم المخلص حرصوه كبير على تعليم النشط شوف كلمة حرصه شوفت الكلمة ايه حولت ده الكلمة ايه بصي كده الحرص بقت ايه حرصه اكتبها انا اسمعت احد يقول اكتبها طيب ايه انا اهي المعلم المخلص واروح جايب دي كبيرة كده حرصوه كبير على تعليم الايه النشط طيب حولها الخبر جملة فعلية مش محتاجة كلام برضو نفس الكلام ان نخليها صغيرة كده المعلم المخلص مخلص يحرص على تعليم النشط طبعا ده كله انا بتكلم فيها واقول ان جملتي وحكتي اللي انا بتكلم فيها اساسها اللي احنا بنحكيه ده اني اللي نحو تركيبة هتجيلي قطعة ايا من كانت القطعة كل كلمتها واسئلتها اللي انا قلتها دي القطع تختلف لكن الاسئلة مش هتختلف طريقة الاسئلة مش هتختلف كله انا بتكلم عنه وبس عاوز اختم بحاجة بسيطة قوي النهاردة وهي ايه اللي انا ما زودتش فيها في التعبير ركز معي في اللي انا هقوله ده انا عندي التعبير كاجزاء انا اتكلمت عن البرقية البرقية يجيلي حاجة اسمها لافتة بص لللافتة اللي انا هقولك عليها دي يعني ايه لافتة يعني يفط يعني اعلان يعني مكان يعني حاجة انا بكتبها للدعاية يقولك ايه اكتب لافتة تحث فيها على النظافة مثلا برضو نفس الكلام اللي انا عملته قبل كده ادي هيت مربعي اللي موجود واكتب بنفس الحكاية النظافة من الايمان هي دي اللافتة ايوه هي دي اللافتة هي دي اللي موجودة معايا هي دي اللي اكتبها اليفطة اللي انا اكتبها اللي موجودة يبا انا عندي برقية عندي اعلان او لافتة موجود عندي فيه حاجة لو جيت اتكلم انا فيها عشان برضو انا يلمتلك كل مواضيع التعبير اللي عندي في حتة البرقية دي عاوز اوضح لك يعني ايه الاول برقية انت بتبعت برقية تهنئة في حاجة اسمها مرسل اليه وفي حاجة اسمها راسل بص كده ليها تحديدا عشان تبقى عارب المرسل اليه واضي مربعي ده التشكيلة بتاعتها واضي الراسل حضرتك لا مرسل اليك ولا راسل اليك فيهم يعني عشان ما تكتبش اسماء انت بتغني هنا بس في الجزئيتين دول بتحددهم وفاقت لان ده عبارة عن خطاب جواب سريع بتبعته لو حددت اسماء بيعتبر ده زي يدخول في متاهة كده انك بتحدد اسمه علامة مش علامة فانت ملكش دعوة بيها طيب حددت المرسل اليه والراسل قول كيفما شئت فيه الحادث تهنئة بنجاح يبقى قولنا مبارك النجاح طيب واحد مريض وبتقوله ايه بقى شفاك الله وعفاك لو قلت مريض صديقك مريض شفاك الله وعفاك كل ده كلمات انت بتكتب فيها بكل ما انت تقوله يعني اللي انت شايفه صح كل ده انا عاوز عشان ابدأ بقى ايه لو دخلت هدخل في قطعة نحو كمان زيادة عندي لو كان عندي وقت مفيش مش هقدر اكملها هنكملها سوا قطعة نحو بالزبط كده مش هتاخد مننا وقت كتير بس بالنسبة لنا انا محتاج النحو محتاج اقولك كلام كبير اوي على النحو يعني انا محتاج ان انا اغامي كتير في النحو بس عاوزك انت تقبصح معايا بص اللي انا هقوله ده وهقول تاني وتالت وعاشر كلام وطني موجود ايوة وطني موجود لما تبصر اللي هي موجودة معايا كده هقولك كده معايا القاهرة هي عاصمة وطني الغالي وهي مغبرة الغزاء التي دافع المصرون عنها دفاعا شديدا حماية لها من المستعمرين وتاريخها يحكي قصص بطلات العظيمة التي خلدها الزمن عاما بعد عام مؤكدا اما القاهرة ستظل حصنا منيعا لا يتزعزع قاهرة ومصر وكل ما هو ينوب عن مصر بلدها عاصمتها اسكندرية القاهرة كله كلام وطني تعال اما قول كده اعرب ما تحته خط وعاوز خبرا جملة اسمية وعاوز خبر جملة فعلية وعاوز ظرف عاوز دول في خلال خمس دائر يكون حلانهم مع بعض تعال الاعراب كده بسرعة القاهرة اسم وبدئ به جملة اسمية يبقى القاهرة ماله مبتدأ مرفوع وعلى مترفعه اتضم صح دافعه مين اللي دافعه المصريون يبقى المصريون هنا عملوا ايه فاعل فاعل اللي دافعه فاعل ماله مرفوع علامة الرفع الايه الواو صح من المستعمرين قلتلك الجر والمجرور دائما في كل انتحاد يأتي كي يتلم ايه بقى تاخد بيه درجات مستعمرين من حرف جر المستعمرين اسم مجرور بمنه علامة الجر الايه واحد قال للكاسرة قل له ما تحفظي هنا جمع وجمع مذكر يبقى علامة الرفع ايه علامة الجر ايه الياء طيب تاريخها تاريخ مصر يحكي يحكي قصص يحكي قصص يحكي قصص شوف شوفتنا بقولها ازاي هو مين اللي بيحكي الله عليك صح كده فيه تاريخ بيحكي بيحكي ايه بيحكي قصص عشان كده لما لقيت واحد من اولادنا بيقول لي كده قصص دي او القصص اللي موجود ده يبقى فاعل هي القصص بتحكي نفسها عشان هي تيبقى هي الفاعل ما هو الفاعل ده يعني معناها حد حكى هو ده الفاعل حكى ايه يبقى ده المفعول صح كده يبقى القصص عندي هنا ايه مفعول ومفعول طبعا يبقى ماله مفعول بيه منصوب وعلامة النصب الايه الفاتحة طيب تعال ام اقولك ايه اللي مطلوب تاني المطلوب تاني خبر جملة اسمية خبر جملة اسمية جملة اسمية يبقى عندي القاهرة هي ايه هي عاصمة خد بالك مش شرحناها مئة مرة قبل كده الضمير وقاتى الضمير وقاتى الضمير والضمير ده يبقى هو الايه اللي موجود عندي بداية جملة تانية بيمشئها عشان نكمل عليها الكلام اللي موجود هل فيه كلام تاني طبعا عاوز كلمة دفاعا دفع المصرون عنها دفاعا شديدا بص كده كلمة دفاعا وشديدا دفاعا دي تعرف ايه صح نفعو المطلق مش علي السنة دي بس لازم اعرفه لان انا عرفته من سنة رابعة وسنة خمسة صح كده شديدا صفة او نعت تمام تعالى تاني خبرا جملة فعلية ارجع كده الجمليتي قلنا الجملة الاسمية وخلاص طيب مغبرة الغزاة التي دفع المصريون عنها طيب دفاعا شديدا مالها حماية لها من اللي نستعمرين وتاريخها يحكي يحكي بص كده قصص البطولات العظيمة التي خلدها الزمن عاما بعد عام مؤكدا ان القاهرة مالها ستظل حصنا منيعا دي اللي انا عاوزها بس شوية الاول قبل اللي هي الجملة الفعلية دي نقولها ستظل كده خليك معايا حصنا منيعا ركز معايا فيها بس الاول عشان دي مهمة قوي مهمة لولادنا اللي ايه اللي هيغلط فيها كمان الاول حصن ومنيع بيعتبر ده في اسم لظلة وفي خبر لظلة برغم من الاتنين كلمة واحدة زي ما انا قلتلك قبل كده ميت مرة انا النعت مش علي او الصفة مش علي بس هتلاقيها في الامتحان ستظل ايه اللي تظل القاهرة حصنا منيعا يبقى انا لما اجرجعها لاصلها وانا بتكلم مع نفسي في الامتحان كده تظل القاهرة او ستظل القاهرة حصنا منيعا يبقى القاهرة هنا اللي المفروض اتحزفت اللي المفروض مش موجودة هي دي الايه الاسم اللي المفروض هنا ايه مرفوعة يبقى القاهرة هنا هي المرفوعة هي اسم ستظل مرفوع وعلامة رفعه الضم ما عنديش مشكلة الخبر هنا فين الخبر كلمة حصنا وحصنا هنا الخبر المال منيعا يبقى ايه مش انا قلت لسه بقى الصفة النعت يبقى هنا حصنا خبر ستظل خبر ستظل او يتظل ومنيعا هو الايه صفة او نعت والنعت هو هنا ايه مرفوع وعلامة الرفع الايه الضمة تعالى بقى ما اقول كده انا قلت الصفة مرفوع وعلامة الرفع الضمة وسيب الناس شايفاني كده وعمل اقول رفع ضمة ضمة ومحدش قال لي لا لا كلكم قلتوا لا يبقى صفة منصوبة وعلامة النظم الفتحة لان الصفة بتتبع الايه تاني الموصوف الحصن قلنا خبر منصوب ونعنا كده النمانيعا برضو ايه صفة منصوبة طيب عندي كلمة اللي هي الكلمة اللي موجودة معايا بعد عام عاما بعد عام كل ده انا هقول حاجة بس عاوز عشان بسرعة فاضل لي حاجات بسيطة تعالوا لي كده عشان اقول لي امتحام بس الامتحام اللي يكون موجود معايا بكرة بكرة انا موجود معايا ايه موجود معايا انا قلت نركز انا دايما مفترض مفترض معايا ان انا ليلة الامتحام حتى لو بكرة جمعة يبيت جمعة دي تيه الامتحام اللي انك بتستعدي بعدها الامتحام انا عندي غضب مراجعة من 3 ل 5 ان شاء الله برضو في نفس الموضوعات عاوزكوا بس تركزوا معايا على النصوص اللي لازم تتحفظ زی ما انا قلت الحديث ونصاح اب ده موجود اساسي لازم يبقى واحد معنا موجود لا احنا هنحفظ لتنين وهيكونوا معايا لتنين النصوص كلها بموضوعاتها موضوعات القصة ما بقاش تجيلي قطعة ما بقاش فيه قطعة ونسأل عليها عشان كده اقولك حاجة طب عشان الناس تنظرني بكرة انا كنت اقول حبة حاجات في الامتحان كده بس انا عاوز اخلص دلوقتي هخلص دلوقتي ومستنيكم بكرة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله